جاءنا الخطاب حقيقة مفاجئ يعني من الديوان بخصوص أن الحسوطن يبدأ بالعمل على التوطين الآن من العقود الجديدة 60% منها كانت مع شركات سعودية 60% من عقودكم الجديدة محتوى محلي هذه ما محتوى المحلي طبعا داخله ونحرص أن يكون على أقل ما يقل عن 60-70% من هذه العقود جواتها تكون محتوىها محلي فنتكلم على الحمد لله يعني نسبة عالية جدا بدأ انفاقنا يزيد بشكل أكبر والجيد ما هو فقط ما تم لحظة هذه فيها مشكلة كيف لما وطنتوا انفاقكم بدأ يزيد هذا سكراط من إذاعة الثمانية ونعم الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور مشعل المسعد المدير التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني أول مرة نستضيف أحد من القطاعات العسكرية وكانت فرصة مميزة أن نستوعب أن رحلة التطوير مهي بس في القطاعات الاقتصادية والخدمية أيضاً قطاعات العسكرية تعيش قصة التحول مهمة تستحق التوثيق ولهذا السبب إحنا متفهمين جداً حساسية القطاع وصعوبة مشاركة بعض التفاصيل فيمكن بعض الإجابات ما كانت متاح أنها تكون بشكل مرة تفصيلي فأنا متفهم وأتمنىكم تتفهمون أيضاً موقف ضيفنا في أن بعض الإجابات يصعب بشاركتها لدوافع سيادية وأمنية وسياسية كنا نتفهمها ونقدر لهم شجاعتهم وشافيتهم في الظهور ومشاركة ما يمكن مشاركته من هذه القصة في الحلقة بدأنا برحلة سريعة لجهاز الحرس الوطني من البدايات عهد الملكة عبد العزيز إلى اليوم أهم المحطات اللي مر فيها هذا الجهاز إيش الأدوار الصحية والتعليمية اللي يقوم فيها وكذلك الأدوار الثقافية مثل مهرجان جلادرية وبعدين دخلنا على تحليل الواقع بعد هذه الرحلة الطويلة وش واقع جهاز الحرس الوطني وش نقاط القوة وش فرص التحسين ومن خلالها دخلنا على برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني وش هذا البرنامج مين يرأس لجنة العليا ولجنة التنفيذية كيف تم تشكيل المكتب كيف تم استقطاب الموظفين لهذا المكتب هل هم من منسوبي الحرس ولا من خارج الحرس وبعدها دخلنا على التوجه الاستراتيجي على أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها وبعدين في الجزء الأخير من الحلقة تكلمنا على بعض المكتسبات السريعة كيف استطاعوا بأنهم ينتقلون في المحتوى المحلي من أقل من 2% إلى فوق 20% خلال سنتين هذه الخطوة لم تكن بدون ثمن ولم تكن ميسرة فكيف تعاملوا معها ودخلنا كذلك على موضوع بناء بيانات ضخمة للمساعدة في اتخاذ القرارات وختمنا بمجموعة من أسئلتكم الثمينة مثل وش مستقبل الشؤون الصحية في الحرس كيف يتعاملون مع تحدي الحفاظ على الكفاءات الصحية اللي بدأت تتسرب على حد وصف بعض أسئلة الأصدقاء موضوع نظام الأفراد اللي لم يتم تحديثه أو تطويره بحسب أسئلة بعضكم إلى آخر أسئلتكم الثمينة أترككم مع الحوار حياك الله أبو حلا شرفتنا ونورتنا الله يحييك ويبقيك وشاكل لك الفرصة اليوم واتطلع إن شاء الله لللقاء ونتمنى إن شاء الله يكون اللقاء جميل وإنسايتفل إن شاء الله لمتابعينك بإذن الله قبل ما نبدأ اللقاء ودي أنا أتطلع إلى وجبة لديدة متى آخر طبق طهيته بنفسك؟ آخر طبق طهيته بنفسي يعني ممكن الفطور يحسب إذا تعبت عليه أوكي إذا هو سدويش ألا ما يحسب يعني ممكن أتوقع أن آخر الأشياء كان طبق فطور إما أومليت والسكرامبلد قبل ممكن شبوعين أو ثلاثة بس الشيء الثقيل ما عاد يمديك عليه؟ الثقيل الآن لا إن شاء الله في الخطط نرجع له يعني كانت أيام أول حلوة متى بديت هالهواية هذه؟ في السفر أتوقع لما كنت في بريطانيا في دراساتي العليا ممكن في البداية حاولت أتعلم للعيش ما كنت تقدر تقدر شلي تاكله يعني كنت تتعلم على أشياء بسيطة وفجأة يعني وقعت في حب العمل هذا والهواية هذه بعدين وجدت فيها لذة ومتعة في بد بشيء وجدني الثمار بشكل سريع وجدني الثمار بشكل سريع وهذا ما كنت أقدر حصلة يعني في الدراسات العليا اللي كانت وقتها طويل جدا ومتعب فكنت أجد متعة أسبوعية في هذا العمل وبعدين بعد الرجعة الرياضة رجعت اللي هي عادتنا القديمة فنالنا يعني لو صف سرة صف سرة مع زوجتي ومع عائلتي ومع أصحابي كلهم كلهم يدورون نحظة وكلهم ينتظرون الوعد في احتمال أنه ما صارت هالقصة دي كلها وما في هالهواية وانت تلعب علينا ولا يعني ما في إثبات عليها ممكن تحوى تستفسني لكن هناك مجرد مجرد حنستنى اللحظة هذه ونسعد بإننا نجرب هذه الهواية نحن سعداء أبو حلال نكسبك معنا بصفتك المدير التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرص الوطني البرنامج مرة مثير والجهاز نفسه مشوق ولو تاريخ عريق وذلك نحن سعداء بأنك تكون ضيفنا وتحدثنا عن هذه التجربة العميقة بس خلينا نبدأ قبلها بأننا نعرف اللي ما عندهم يعني معرفة كافية بجهاز الحرص الوطني وش الحرص الوطني طبعا أعتقدنا فرصة ممتازة للتعريف بجهاز الحرص الوطني يعني ممكن أتوقع وحسب علمي أن الجميع يعني عنده احتكاك بالحرص الوطني بطريقة أو بأخرى طوار حياته سواء كان إما أقرباء أو أهل جزء من الحرص الوطني إما شهد إنجازات وأعمال للحرص الوطني ومساهمات الحرص الوطني داخل المملكة العربية السعودية إما كان مستفيد من خدمات الشؤون الصحية أو سمع عن إنجازات الشؤون الصحية أو كان زائر من زوار الجنادرية سابقا فبطريقة بأخرى أعتقد الجميع ممكن هذه النقاط المعرفة بالحرص الوطني طبعا الحرص الوطني هو ممكن جهاز بدأ مع بداية تأسيس المملكة بقرار الملكة عبدالعزيز الله يرحمه بتأسيس مكتب الجهاد والمجاهدين عام 1368 بدأ يعني كم هذه كم سنة يعني تقريب أكثر من 70 سنة فنتكلم على تاريخ طويل جدا لهذا الجهاز كان بدأ بعد يعني توحيد المملكة وبداية العمل المؤسسي داخل المملكة كان بدأ بتأسيس مكتب الجهاد والمجاهدين بتوحيد القوات القاتلة مع الملكة عبدالعزيز الله يرحمه في توحيد المملكة العربية السعودية بناء على هذا بدأ العمل وبدأت رحلة مسيرة الحرس الوطني بعدها بسنوات تم تأسيس رئاسة الحرس الوطني بعدها بدأ العمل المؤسسي في الحرس الوطني بدأ الآن بالتدريب العسكري للحديث للحرس الوطني بدأ بإدخال في ألوية المشاتر الخفيفة تبع ذلك أيضا تطوير آخر اللي هو لإدخال الألوية الخفيفة والألوية الآلية الخفيفة هذه الألوية الآلية الخفيفة شكلت نقلة للحرس الوطني من المشات إلى ألوية ممكن آليات خفيفة هي شبه مدرعة تعمل على العمل على بيئات عمل قتالية أكثر صعوبة فعلا بدأ الحرس الوطني في بناء قدراته حول هذه الألوية الآلية ممكن نسمع عن لواء الملك عبدالعزيز لواء الذهبي في معركة الخفجي فبدأ الحرس الوطني يبني هذه القدرات عبر السنوات إلى الآن وصل ما شاء الله تبارك الله إلى ألوية أمنية إلى الآن مدفعية إلى دفاع جوي إلى قوات طيران مساندة صارت منظومة عسكرية متكاملة للحرس الوطني هذه المنظومة تعمل على مساندة قطاع الدفاع وقطاع الأمن والتالي نجد أن الحرس الوطني دائما يعني يساند وزارة الدفاع في عملياتها أو يساند وزارة الداخلية عبر السنوات الماضية كان الحرس الوطني مساهمات عديدة ممكن نعرفها سواء كان في حروب المملكة في حرب الخليج سواء في حرب اليمن حاليا كلها كان الحرس الوطني مساهمات عديدة ويسير يدا بيد مع قوات المسلحة الملكية للدولة في الدفاع عن أراضي المملكة وأيضا لما نجد على الجانب الأمني نجد أن الحرس الوطني كان لها مساهمات عديدة يعني سواء كان جكس سنوي في أمن الحج والعمرة سواء كان مساندة في عمليات الإرهاب التي تمت أو أي عمليات ممكن أخرى تحتاج فيها قوات الأمن لمساندة الحرس الوطني بالتالي يفخر وزارة الحرس الوطني بأن يكون يعني جهاز عضد للدولة ومساند للجهات قادر على أن دائما نقول هي يفزع إن شاء الله في وقات الأزمات ويبيض الوجه في كل مرحلة من مراحل التدخلات التي تمت هذا يعني ممكن باختصار على تاريخ الحرس الوطني على ما يتعلق بمهمته لكن الحرس الوطني أيضا كان له مساهمات عديدة في الجانب الاجتماعي للحرس الوطني سواء كان في الاستثمار في التعليم الاستثمار أول مدرسة كانت في 1375 صحيح أول مدارس الحرس الوطني أي طبعا مدارس الحرس الوطني كانت مدارس العسكرية وممكننا نتطرق عليها يعني نحن عندنا آليتين الحرس الوطني والحرس الوطني اهتم فيها اهتم ب المنسوبي وأسرهم وانشأ المدارس في المدن السكنية واستثمر في التعليم وتذكر ان الحرس الوطني كان ما تحضرني التاريخ لكن حصل على جائزة دولية فما يتعلق بمحو الأممية بحكم استثمارات الحرس الوطني في التعليم فبالتالي نجد ان الاهتمام بالفرد ومنسوبيل الحرس وعوائلهم كان حجر أساس الحرس الوطني وهذا جزء من مساهمات القطاعات العسكرية بشكل كامل دائما نجد في كل مكان سواء في المملكة أو دول أخرى ان القطاعات الأسكرية مساهمات التعدى إلى مساهمات مجتمعية فبالتالي كان قطاع التعليم لها هولوية كبيرة لانا ما نتكلم على أسر الحرس الوطني لكن ايضا لما نتكلم على وزارة الحرس الوطني نفسها وما يتعلق بالأسكريين نعم لانا عندنا منظومة متكاملة في التعليم عندنا كلية ملك خالد الأسكرية عندنا كلية مكة عبدالله للقيادة والأركان لدراسات العلية وعندنا مدارس الحرس الوطني ذكرتها لبدأت عام ثلاثمية وخمسة وسبعين مدارس حرس الوطني هي حجر أساس أي منظومة أسكرية وفيها من تخصصات العديدة من مدرسة موسيقى إلى مدرسة مشات إلى مدارس متخصصة لتخصصات الحرس الوطني فبالتالي قطاعات الأسكرية عالم ممكن لما تبحر فيه تجدها واسع جدا وفي أيضا بالتوازي معهم أيضا دخلتوا في القطاع الصحي يعني أول مستوصف في عام 1380 هجرية وكان في الشميسي وتطور إلى لو تحكين على رحلة التطور برضو اللي وصلنا له اليوم يعني نفس الحرس الوطني من بدأنا من أفواج إلى الآن صرنا قوات يعني ضخمة نفس الشي ما يتعلق بالقطاع الصحي كانت رحلة تحول مثيرة وناجحة وتستحق صراحة الرواية بداية المستوصف في الشميسي ما زال موجود أعتقد المستوصف إلى الآن كمبنى وليس كمقر لكن الآن بكل يعني فخر نقول يصير عندنا مدينتين طبية ست مستشفيات جامعة تعليمية مركز بحاث طب عسكري ميداني هذه المنظومة المتكاملة الصحية كيف بدأت كيف أصبحت مرت بمراحل عديدة والجميل فيها هو النشون الصحية خلقت علامة من نفسها علامة تميز عبر هذه السنوات مراكز للتميز أنشاتها ساهمت فيها ما هو فقط في خدمة الحرس الوطني المنسوبي بل خدمت أيضا المنظومة الصحية في المملكة بشكل عام وبعدها الرحلة لو نوقف اليوم ونشوف واقع الجهاز الحرس الوطني من حيث نقاط القوة والتميز وفرص التحسين اللي يمكن أن ننطلق منها وشوال المشهد تشوفه؟ ممكن المشهد يعني أشوفه وبتكلم من خلال تجربتي يعني في الحرس الوطني بعد انضمام الحرس الوطني حقيقة ممكن نقول قصة انضمامك أنا برضو أتوقع قصة رطيفة مع الأمير عبد الله انضمامي كان الحرس الوطني كانت فعلا يعني مفاجئة تعمل مع شركة استشارية قبل انضمام الحرس الوطني فجاني اتصال عن الحرس الوطني يعني يرغبون بمقابلتك توقعت يعني عميل ان شاء الله فرصة عمل قد تكون مناسبة عميل راهي عميل ان شاء الله راهي بإذن الله تعالى خصوصا ان كنت سمع نامير عبد الله يعني في أمارة مكة في أمارة مكة وعمل في أمارة مكة فكنت متأكد ان اكيد رح يبدأ العمل ويرغب بعمل مبادرات تطويرية في وزارة الحرس الوطني فقد فرصة يعني عميل هذا ممتاز فعلا استجبت للدعوة لكن كان اللقاء مع سمو الأمير عبد الله لا يحفظها سمو الوزير ما كان تدريس صراحة للقاء فكان سمو الأمير يعني يبحث أنا مدير للبرنامج تم اللقاء كان في مناقشة يعني جدا ممتاز وش كان لك وش كان يبيه كان سمو الأمير يبغى يعرف يعني فلسفة التغيير والتحول وكيف رؤية الموضوع وكان يبغى يشوف يعني يختبر هذا الموضوع من هالناحية الأمير عبد الله يختار ممكن بعد تجربة تعرف أنه يحب يكون أشخاص عندهم رؤية واضحة يكون عندهم سلوك مواضح وله سمو الأمير فلسفة هذه اللي ما راح يلتقي مع سمو الأمير في هذا النقاط يعني ما راح يكون جزء من فريق عمل سموه الله يحفظه فبالتالي يعني كان نقاشي بكل رياحية مع سموه طبعا ليلتقي بسموه أنا أعتبر رح تجد أن كل لقاء مع سموه يعني هدية الصراحة سموه إنسان هادئ مستمع رائع يعطي رياحية لكل من حوله ما شاء الله سريع بديهة فبالتالي أي كلمة أو مفهوم تجد تشرحه يعني يكون سهل جدا مناقشته مع سموه فكان نقاط نقاشنا كلها على وش اللي تتم في التحول وش الرؤية اللي بتكون في التحول فكنا من حكم أيضا عملي كان عندي أيضا بعض وجهات النظر في هذا النقاط شرحت سموه كيف التحول سموه كان متفق جدا على بعض النقاط كان عنده رؤية على كيفية أن التحول كيف يتم فكان يتأكد أن أي شخص يأتي قادر على تنفيذ هذه الرؤية بالشكل المثالي بنتيجة على هذا الاجتماع وكان يركز الأمير على موضوع نبغى اللي يقود التحول هم منسوبي الوزارة نفسهم أول فريق من الوزارة لو تولفنا عن هذا الجزئية وبشكل أكثر تفصيلا ويش يبغي يسوي ويش كانت رؤيته السموه الوزير الله يحفظ يعني يؤون إيمان كامل أن التخطيط شيء والتنفيذ أمر آخر وأن النجاح أي تحول يأتي من نجاح عملية التنفيذ لن يتحقق التنفيذ بدون ما يكون في يعني مساندة واقتناع من منسوبي الوزارة بهذا التحول وأنهم يكونون في نفس الخط على هذا النقاط بالتالي ما في أي فائدة من أي جهد تعمل على أفضل الدراسات تفضل على أفضل الممارسات تضع خطة تبدو رائعة مذهلة طموحة لكن إذا ما انت قادر على تطبيقها بيكون يعني هذه يعني زيما يقولون فانتسي ويعني فقط يعني حلم بكرة راح يقع أو يسقط في أول مطبلة في مرحلة التطبيق فبالتالي خصوصا لما ناتي على قطع مثل حرس الوطني وقطعات مثل حرس الوطني وقطعات قطعات ضخمة يعني ما هي قطع صغير بكرة تقدر تغير نص الناس ما هو قطع صغير بكرة تقدر تقول والله ببدا من سكراتش ما هو تقدر تقول أنا مجموعة صغيرة قدر تحكم فيها قطع ضخم جدا جدا ومتفرق ومتفرع وعنده عمليات يومية يعني بالألاف فبالتالي ديسربشنز لهذا القطاع أو راح يكون يعني نايتمير راح يكون مزع جدا لأي أحد فبالتالي كان سمو الأمير همه جدا أن تتم مرحلة تطوير المفاهيم تطوير التوجه الاستراتيجي تطوير الخطة الاستراتيجية مع منسوبي الوزارة لا تتم في قلعة عاجية أو برج عاجي معزول معزول عن الناس لا يكونوا معنا ناقش معهم نسمع معهم عشان لما تبدأ مرحلة التطبيق لجميع يكون مقتنع لا يعني إن هذا يتم الاتفاق على كل النقاط لكن يتم الاتفاق على التوجه يتم بناء يعني طاولة مشتركة للجميع للانطلاق منها لذلك كان سمو الأمير بالنسبة له حريص على هذه النقطة وممكن عكسها حتى فيما يتعلق في حوكمة البرنامج ممكن راح نصل إن شاء الله هنصل لها أنا بس يعني حبيت روح هنا عشان كان في قصة رطيفة في موضوع التوجه والرؤية الأولية وطريقة الاستقطار خلينا نرجع الحين لسؤال المشهد والواقع لما بدأت الرحلة سواء كنقاط التميز أو فرص التحسين ممتاز طبعا لما بدأنا في وزارة الحرس الوطني يعني ممكن كان فيه نقطة هامة ذكرتها ذكرتك مراحل التطور ممكن القاسم المشترك فيها هنا تطور ما توقف الحرس الوطني من بدايتها كل مرحلة من المراحل ممكن كل عقدة وعقدين من الزمن كانت يجي مشروع جديد تدخل منظومات جديدة يتطور الحرس الوطني ممكن لو دخلتها عندنا في البرنامج كنا حطين لوحة بيّنت فيها مراحل هالتطور وكان مكتوب أن الحرس الوطني رحلة التطور لا تنتهي فبالتالي كان مهم جداً أن نحن أن رحلة التطور لا تنتهي لا للحرس ولا لغيره بالتالي كان من البداية المراحل كان مهم جداً أن نعرف ما هي نقاط القوة لنبني عليها سؤالك جميل ما هي نقاط القوة في الحرس الوطني لما جينا لمنظومة الحرس الوطني لقينا منظومة عسكرية حقيقة يعني ضخمة وكبيرة ومعد أعداد جيد يعني لما ناتي على القدرات العسكرية لحرس الوطني كانت في تقييمنا الأولي كانت على مستوى عالي جداً تجهيزات كانت على مستوى ممتاز تسليح كان يعني من أفضل النواع التسليح الموجود حتى موس في المنطقة في العالم وممكن حتى أيضاً اكتشفنا أن ممكن حب أركز على الجانب البشري فاجأني صراحة الطاقة البشرية في الحرس الوطني كنت أعرف ناس كثير وأعرف قدراتهم وأعرف تمييزهم لكن فاجأني لما دخلت الوزارة وتحتكب الناس عن قرب هو تمييزه الجانب البشري وتكلم عليها من ضباط وأفراد لأن لما نأتي على الضباط للحرس الوطني وجدت نهم للتطور حقيقة ما أذكرني شفته في مكان آخر ولا أذكر هذه مجاملة يعني أذكر لكن تلتقي بضباط كان يقول اللي يعمل ويدرس يأخذ دراسات ما هي معنى بكرة تفيدة في الترقية وتفيدة العلمة فقط يدرس بكالوريوس يدرس منهم الماجستير الدراسات العليا أشوف حقامة دوراتهم بعض كم يتعلم اللغة الدورات اللي أخذوها في الخارج شغف ونهم هذا للتعليم الذاتي كان يعني ممكن خارج حتى متطلبات الجهاز المطلوبة التهيئة للضباط كانت جدا ممتازة للضابط الحرس الوطني يعني كان دوراتهم كانوا يأخذونها والبول تفوقهم العلمي كان رائع وممكن كان واحدة من النقاط اللي لاحظناها إنما سوبي الحرس حتى في دورات المخارجية لما يتعلمون مثلا الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو دول أخرى كان دائما يأخذون المراكز الأولى دائما يأخذون المراكز الأولى أنت تقول لي أنه يعني حتى في التدريب اللي مرتبط بعقود أمريكا أنه أفضل تدريب خارج أمريكا هو اللي في الحرس أو أنا فأنت لا نصل هذا ما يتعلق بطيران الحرس الوطني آه آسف طيران الحرس الوطني ممكن هذه واحدة أيضا من النقاط القوة بدأ يعني يعتبر من آخر المنظومات اللي دخلت وزارة الحرس الوطني وتكمل المنظومة الحالية للمنظومة الحالية للوزارة تكمل المنظومة البرية لوزارة الحاسوب بطنية أي منظومة برية بتحتاج جهاز إسناد جوي قوي قادر على إسناد هذه المنظومة قادر على تقديم الدعم الجوي قادر على تقديم المساندة نقل الجنود إلى آخر هذا ممكن يعتبر من أكثر عناصر القوة والتكامل دي جيوش العالم أفضل جيوش العالم تصل إلى الحرس الوطني بجأ هذا البرنامج بالتعاون مع الولايات المتحدة والجيش الأمريكي في بناء هذه المنظومة يعني فاس فورود الآن طيران الحرس الوطني وطبعا أنا أخذ الكلام ممكن ما قدرنا نقيم كل المنظومات الطيران العمودي في العالم لكن الجانب الأمريكي يذكرون أن قاعدة الحرس الوطني في ديراب هي من أفضل قواعد الطيران العمودي وتدريب الحرس الوطني في هذه القاعدة من أفضل تدريب خارج الولايات المتحدة أنه وصل المنسوبي الحرس الوطني والقاعدة من مستوى نظ عالي جدا أعتقد كوزارة وكبلد حق لنفخر فيه ونبني عليه أنهم بالعكس ويرونه من مراكز التمييز للتدريب الطيران العمودي ليس على مستوى المملكة بل على مستوى المنطقة ولما نتكلم على ما زلنا نحن في الوضع الراهن في ستة مجالات أو ستة مناطق عمل أو تركيز في الجزء العسكري صحيح والشي؟ الحرس الوطني يعني إذا ذكرنا ممكن برودي ستة أو تعدى من مهام أو مناطق عمل طبعا الحرس الوطني يعمل مع وزارة الدفاع عن الدفاع عن أراضي المملكة وبالتالي عندنا قوات قادرة على عمليات القتال للدفاع عن أراضي المملكة الحرس الوطني أيضا عنده قوات تقوم بمساندة سبيل جهات الأمنية في أمن الحج والعمرة وهذه ممكن من مناطق العمل المهمة والتي يفخر الحرس الوطني أن يكون له دور مساهم في هذه العملية أيضا الحرس الوطني في العمليات الأمنية وحفظ النظام العام له دور أيضا كبير في كل ما يتعلاق مع العملية الأمنية وتفرعاتها وأيضا ممكن نقطة الأخيرة التي ممكن ما تكلم عنها الكثير التي هي ما يتعلق بالاستجابة الحوادث والاستجابة للكوارث الطبيعية ممكن حتى في فيضانات ممكن في أمطار الحرس الوطني دائما يستجيب أيضا في هذه النقاط توفيه البكرة خيام آخر شيء الجائحة ممكن الحرس الوطني مساهمته فيها ومساهمته في هذا العمل فبالتالي هذه ممكن الحرس الوطني برودلي ممكن نقاط اللي يعمل عليها ويعمل على المساهمة فيها في منظومة المنو والدفاع طبعا نتكلم هذه اللي بشكل مستمر نأتي أمور أو نقاط ممكن الحرس الوطني يعمل فيها لكن ممكن توقف أو انتهت المهمة وانتهت احتياجات المتطلبات المطلوبة على الحرس الوطني وكتواجد على الأرض أنتم موجودين في ثلاث مواقع لو تحدثنا عنها أكثر من ثلاث مواقع طبعا لكن في ثلاث مواقع رئيسية مقرات رئيسية اللي هي المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية فيها تقع أغلب وزارات قوات الحرس الوطني لكن أيضا انتشار الحرس الوطني في عشر مناطق من ثلاث عشر منطقة عندنا أفواج منتشرة أيضا موجودة في مناطق مختلفة في المملكة سواء كان في الشمال في الجنوب في المناطق الوسطى والغربية والشرقية هذا على الجانب العسكري في الجانب الصحي وش الواقع قبل ما نبدأ لحظة التطوير الواقع يعني الجانب الصحي يعني حاليا المنظومة يعني طموحة ممكن بداية تأسيسها ممكن كانت من أكثر منظومات ممكن سرعة ارتقاء في البلد وأيضا نمو حاليا يعني ما شاء الله توفير الخدمات لمنسوبة وزارة الحرس الوطني في القطاع الشرقي والغربي والمنطقة الوسطى ومستشفى في المدينة حاليا كلها تخدم ليس فقط منسوبة وزارة الحرس الوطني أيضا ممكن المحتاجين ومستفيدين في النظام الصحي في المملكة ككل فهي تعتبر أحد روافد ممكن المنظومة الصحية المنظومة الآن الحرس الوطني المنظومة الصحية وصلت مرحلة تعتبرت التكامل دائما نقولك في أي قطاع في القطاعات الصحية تبدأ من الرعاية الأولية إلى الرعاية التخصصية الحرس الوطني يقدم الرعاية الأولية الرعاية الثانوية ممكن حتى السكندري كيل واللي سمونا أيضا الرعاية التخصصية فبالتالي يوفر كافة الخدمات من بداية احتياجها للمواطن المنسوبية إلى أعلى مستوى هذه الخدمات هذا التكامل في المنظومة أعطى يعني ممكن أعتبر مصدر فخر لمنسوبي الوزارة أنه عندهم منظومة صحية قاعدة تخدمهم بالشكل كامل لكن أيضا تميز في مستوى تخصصات الصحية خلق الوزارة الحرس الوطني أيضا المشيون الصحية مراكز تميز ممكن آخر شيء نشوف نعرف دائما عن الفصل الصياميين اللي ساير مؤخرا أو سار باستمرار الحرس الوطني هذا واحد من مراكز التميز لكن نتكلم على امراض القلب زراعة العضاء امراض السلطان ممكن الإصابات العمليات الجراحية متعلقة بالعظام إلى آخر كل هذه المراكز تميز تخدم الآن ممكن في بعض التخصصات تخدم منظومة كما تخدم المنسوبي كم يستفيد من خدماتكم الصحية طبعا فوق المليون شخص هذا من منسوبي الحرس الوطني ورعاياهم شكل مباشر هذا بشكل مباشر غير مباشر نتكلم على أن الآن الحرس الوطني ممكن فوق الـ 20% 25% من طاقة الاجتعابية تذهب إلى خدمة غير منسوبي فأنت عندك 80% لهالمليون اللي هم المنسوبي وأسرهم نعم مستحقين مستحقين 80% 20% عبارة عن إحالات أو أوامر صحيح صحيح وفيه بما نتكلم عن الشؤون الصحية دائما فيه سؤال على موضوع وش القيمة اللي يعني هو جهد عظيم نعم وسمعة مميزة جدا للخدمات الصحية في الحرس بس وش علاقتها بوزارة عسكرية إذا لم يعني لما نشوف مركز تميز في القلب نعم مركز تميز في فصل التوائم نعم وش علاقة هذه بوزارة عسكرية ليش مثلا ما شفنا تميز في المراكز اللي ذات ارتباط أكبر نعم بالمنشآت العسكرية سؤال ممتاز يعني في هالنقطة ممكن هو سؤال واحد من الأسئلة اللي اللي سألنا هل وجود منظومة صحية متكاملة أمر غريب على قطاعات عسكرية لا قطاعات العسكرية في كل دول العالم تقدم يعني أولا طبيعة تعمل عسكري تتكلم على قواعد تتكلم على مدن سكنية حين بعضها خارج المدن السكنية وخارج ممكن المدن فبالتالي كان واحدة من أهم مستلزمات وتقدمها أيضا لمن سوبيك أي جهاز عسكري هو الخدمات الصحية خدمات الصحية تعتبر حجر أساس لأي وهذا أمر ما غريب سواء نشهد في الولايات كل دول العالم ممكن نخذها بالبنشمارك شفناها ولا هو بيعني شفناه أليين يبدأ السؤال الثاني هل المفضل نقدم خدمات عسكرية أنا أعتقد نعم واجب أنك تقدم خدمات عسكرية واجب أنك تدعم هذه المنظومة واجب لمن يقدم يعني ممكن حياة البلد أنك تقدم لها أفضل رعاية صحية خصوصا أيضا لما تبدأ لا قدر لأي عمليات وجود منظومة رافدة تساعد وأيضا منظومة عسكرية وجود منظومة عسكرية يرفض القوات حتى في حالة لن أتكلم فقط الحمد لله المملكة تمتعت بحالات سلم طويلة جدا لكن مهم جدا أيضا نعرف أن هذه المنظومة لها دور هام كبير جدا في لا قدرها حالات الحرب موجود منظومة هي تتكمل منظومة الطب الأسكر الميداني بتوفير الأطب والطواقم الطبية والأدوات والأجهزة كل هذا يتم تدريب الحرس الوطني عليها ويتم تدريب القوة الشؤون الصحية عليها دائما في أي قطاع عسكري هي تستعد شانا أقولك تستعد للحرب ولا تتمنى حدوثها نعم الحرس الوطني جاهز في هذه النقطة والشؤون الصحية جاهزة في هذه النقطة واحدة من أهم النقاط القوة في أي لا قدر الله عمل عسكري هو وجود قدرة على الطبابة وقدرة على حماية قوات وقدرة على تقديم الرعاية لهم وهذا القدرة موجودة الآن الحمد لله بوجود الآن وقت سلم هذا القدرة نستفيد منها الآن في وزارة الحرس الوطني في تقديم خدماتنا للجانب المدني بشكل أكبر وأكبر سواء كان لمنسوبين أو حتى لمنظومة القطاع الصحي وإن شاء الله راح نستمر لما يتعلق بالتخصصات الحرس الوطني فحل في أولوية للتخصصات يعني الحرس الوطني الآن هو ممكن من المراكز الأولى في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتراوما أو الصدمات الحرس الوطني هذه أهم من أهم التخصصات المطلوبة في القطاعات العسكرية نفس الشيء ما يتعلق بكرة في عمليات الجراحة وهي أيضا أهم جدا في عمليات التجميل اللي نحتاجها بشكل جنود في عمل ما هذا ما يعني أننا الآن نلبي كافة الاحتياجات وممكن من جزء من المال التطوير كان تماما أيضا ما هي تخصصات الممكن نركز عليها أو نرفع حتى الطاقة الاستعابية لها لتلبية متطلبات للجنود إن شاء الله لكنها بالعكس في تركيز وتعتبر مراكز تميز للحرس الوطني بشكل عام اللي هي المراكز المتعلقة زي ما قلت بالجانب الأسكري واللي لها اهتمام كثير بالجانب الأسكري أما مراكز مثل ما ذكرت تخصصات متعلقة بالقلب وغيرها هذه كلها أيضا مهمة في الرعاية العامة للمنسوبين أنا أول مرة سمعت وعرفت عن حرس الوطني كان من زميل المدرسة نعم قال له عبدالله المفيز الله يذكره بالخير نعم وكان يتكلم عن الحرس وكأنه كوكب آخر يعني زي ما قلون عالم وازي نعم فهو مولود في مستشفى الحرس وهو ساكن في سكن الحرس طبعا هذا بالنسبة لي أسوأ خبر لما يقول يوصلني لبيتنا لأنه في الخشم العان في المشوار طويل جدا لكن ولد في الحرس نشأ في الحرس في السكن والده من منسوب الحرس أخوه تخرج وانضم الحرس فمنظومة متكاملة من المهد إلى اللحظة زي ما يقولون ليش تحتاج تطوير وش الحاجة لبرنامج تطوير وزارة الحرس وطني إذا نتكلم عن كل هذا التمييز وكل هذا المكتسبات جميل يعني نحن ما نحاول نكون فقط نذكر الجانب يعني دائما الإيجابي ونكون يعني غير واعي فيما يحتاج أنا شخصيا يعني أحاول أكون إيجابي في كل النقاط وممكن حتى في اللقاء أنا نتكلم بإيجابية للحرس الوطني لأنهم يستحقون الصراحة هذا يعني الكلام وإذا يستحقون الصراحة أن تذكر إنجازات الحرس الوطني لكن أيضا مهم نعرف أن العالم متغير والعوامل هذه المتغيرة اللي موجودة في العالم من حولنا أو داخل المملكة تجبر أن نحن نتطور وأيضا ما هو مناسب الآن لا يعني أنه مناسب بعد عشر سنوات ممكن نذكر دائما عندك جهاز كان قبل عشر سنوات state of art لكن الآن لما تأتي بتعامل فيه بالوقت الحالي ممكن تجده غير مناسب لك الآن هذا يمشي حتى على أبسط الأمور في حياتنا اليومية هذا طبيعة العالم وهذا طبيعة التحديد والتطوير سنة الحياة وهذا جزء من عمل المؤسسي ممكن بدأ لحرس الوطني في بعض النقاط على ما نذكر بالأشياء الإيجابية وهذه مهم جدا لنذكرها لكن أيضا نعرف أن نحتاج في أمور كثيرة وش كانت أهم الأشياء اللي تحتاج تحسين ممكن أهم الأشياء اللي كانت تحتاج تحسين وأنا ودي أن ندخل نتطرق لها أيضا بتفصيل كامل على النقاط التحسين اللي موجودة أي منظومة عسكرية يمكن بحاول أوضح بشكل عام تمر عندنا طلعنا فيه سلسلة قيمها سلسلة بشكل كامل أي منظومة عسكرية لازم يكون عندها مجموعة من النقاط أو البنية الأساسية اللي تساعد هذا الجهاز في تنفيذ أعماله بالشكل ونسميناها قيمة سلسلة القيمة للجهزة العسكري وهذه موجودة تقيمة هذه أحدث ما توصل له ممكن للجهزة الدفاعية في العالم سواء كان في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو حتى اللي بدأ فيها وزارة الدفاع كل جهاز العسكري لازم يكون عنده مهمة ما تعلق أو قدرات ما تعلق بالأدفايس وهو الاستشارة أو الإشارة أو النصح أو التحديد الثاني هو النقطة يتعلق بالتوجيه التوجيه يسمى الاستراتيجية تحديد الاستراتيجية تحديد الخطط تحديداء اللي هو تخطيط بعيد المدى بعد ما يبدأ التوجيه يبدأ بنقطة اسمها استحواض استحواض على القدرات المطلوبة ولأن هذه عملية طويلة وتأخذ وقت طويل في القطاع باقدرات التقنية أو قدرات بشرية كل قدرات تعتبر قدرات لما نأتي في القطاع العسكري القدرات لا نتكلم فقط على دبابة ونتكلم على مركبة القدرة منظومة متكاملة تشمل جانب البشري تشمل التدريب تشمل حتى المواد التدريبية تشمل الآليات تشمل المباني كلها مع بعض تشكل قدرة بدونها ما عندنا هذا النقاط بعد ما تبدأ القدرة يبدأ عندنا نسميناها دائما أنه هو التمكين والتمكين هو خدمات المشتركة لتشمل لازم يكون عندي مالية لازم يكون عندي موارد بشرية لازم يكون عندي تقنية لازم يكون عندي الأدوات الممكنة بعدها تبدأ الأشياء الخاصة في القطاع العسكري طيب أنت وضعت الخطط في المرحلتين الأولى بدأت تستحوذ مكنت هذا الاستحواذ وصلت بدأت توصل القدرات لما القدرات تأتي لمرحلة الخامسة والتي توصل مسميناها مرحلة هي البناء يبدأ هذا يبدأ الجهاز العسكري أستلم المبنى أستلم القدرة أستلم الآلية أستلم الجانب البشري يبدأ بتدريبهم على هذا يبدأ بالعمل على تجهيزه متهياته مرفع الجهازية العسكرية لعلى مستوى بعد حصولها بعدها تبدأ مرحلة منها هي التشغيل هي العمل الميداني فانت تبني قوة ترفع الجهازية ثم تبدأ تذهب إلى عمل ميداني ولها أيضا مهارات وقدرات المطلوبة آخر رقطة هي متعلقة ما نسميها الأشورنس أو ما نسميها الرقابة لكن التوكيد مرحلة التوكيد اللي يتوصف فيها نجد أن هذه وجود كلها العناصر بشكل عالي في أي منظومة عسكرية تعني أن هذه منظمة عسكرية من أفضل مستوى من أحد النظر لما جينا طالعنا الحرس الوطني بدأ يبني من كل النقاط من الأسفل للأعلى فعندنا ما شاء الله بناء ممتاز عندنا عمل ممتاز جدا على ما يتعلق بكرة في استخدام القوات بدأنا عندنا فيما يتعلق بالخدمات المشتركة في التمكين عندنا خطط لكن محتجنا أن نرفع هذا النموذج التشغيلي ونجعل يتكامل بشكل أكثر وتبدأ خططنا تكون متكاملة بشكل أكبر فلما الآن أحتاج أطور القوات أو أطور مثلا جهزة قوات أو أطور قدرة العسكرية كيف أقدر أطور قدرة العسكرية إذا ما كان عندي بكرة قوات جاء أجهزة تساندني في تولبيت هذه المتطلبات بالشكل المثالي كيف أقدر أعمل على بكرة أن ينفذ هذه المشاريع واصرف هذه الأموال إذا ما عندي أجهزة التوكيد مناسبة كيف أقدر أبني خطتي من الأساس إذا ما كان عندي معلومات وتحليل جدا ممتاز كل هذه النقاط مع بعض لما نجي نشكلها تشكل نموذج تشغيل لوزارة الحلس الوطني نعمل على تطويرها إن شاء الله تعالى وصول دائما نقول تطويرنا ما أخذ ناحيتين ناحية عمل مؤسسي وأيضا الجهاز العسكري والجهاز العسكري ما أقدر أطلب من الجهاز العسكري بكرة يعمل بشي بدون ما أبدأ تطور العمل المؤسسي لرفع المستويات العالية ممكن من بداية العمل مثل ما قلنا العمل ما يتوقف في الثلاث سنوات والأربع سنوات الماضية كان فيه أعمال كثيرة يعني على هذا دعنا نبدأ آسف أبو حال دعنا نبدأ بمرحة الاستقطاب نعم شنون كونت فريقك نعم وليش تعمت في البداية ما تعطي حوافز رغم أنها كانت موجودة في الميزانية عندك طبعا دعني أبدأ بأول نقطة توجيه سمو الأمير وزير الحرص الوطني لي في البداية كان ب ممكن ذكرنا وحدة هي المتعلقة ضرورة إشراك منسوبي الوزارة في عملية التطوير الخطط ثانيا ضرورة إشراك منسوبي الوزارة داخل البرنامج ثلاثة ضرورة بناء قدرات يعني وطنية عالية المستوى قدرات الوطنية عالية المستوى لأن جسو تخطيط ما هو أهم منها نطلع استراتيجية موافقة عليها إنما استراتيجية موافقة عليها قابلة للتطبيق والتفعيل إذا ما كان وجود عندك قاعدة صلبة قادرة تحتوي كل هذه المفاهيم وكل هذه الأعمال إذن لن يكون لك القدرة على تنفيذها وإحنا دائما كنا نتكلم على هذه النقطة ما نبغى ندخل في مرحلة وادي الموت الدذبالي بين مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ اللي غالبا تكون هي مرحلة صعبة وتجد أنك بعدين لما يأتي مرحلة التنفيذها تكون متعبة جدا فبالتالي كان يجب بناء فريق يبدأ معنا يكتسب ويكون قادر على تنفيذها في وقت لاحق وهذه وجدت فيها دعم يعني لا محدود من سمو الوزير الحرس الوطني ممكن عملت مع كثير من الأشخاص يبغى نتاجها الآن يعني مهما كانت الموضوع شركة استشارية جب لي مئة شخص أو مئتين شخص اليوم لإنجازها خلال سرعة الإنجاز في المقابل وضرورة الخروج بمنجزات سريعة سمو الوزير الله يحفظه كمهتم أن يكون البناء أساسا قوي لضمان استدامة على المدى الطويل ما هو سهل الصراحة في وقت يعني نعرف سمو سيدي وللأهد يعني يضغط الجميع للتنفيذ أن نكون نوزا بين قدرة البناء وأن نتجد يعني قاد يدعم في هذا الموضوع ونكون أيضا قادرين على التنفيذ فبالتالي كان واحدة من النقاط كيف نبني فريق العمل سوق العمل تحدي تحدي جدا جدا كبير يعني في استقطاب الكفاءات والجميع تنافس قطع عام قطع خاص الجميع تنافس على استقطاب هذه الكفاءات والرؤية خلقت زخم ضخم جدا فكانت واحدة من التحديات اللي ممكن اللي ممكن لاحظناها أنه هو مثلا ما هي فقط باستقطاب الناس هو بفقاهم مع إن شاء الله مرحلة طويلة نتكلم على ومدى طويل للتنفيذ يتطلب أن فعلا أكبر عدد من الناس يبقون معنا لفترة طويلة يكون قادرين على التنفيذ لأن معدل دوران سريع لن يخدم البرنامج ولن يخدم الوزارة فكان عندنا كيف نقدر نحفز الناس إنهم يأتون للبرنامج وش الأشياء اللي ممكن نخلق فيها القيمة المضافة والفاليو بروبوزيشن للبرنامج لانضمام الحرس الوطني عندنا طبعا دائما لا يمنظومة فيه ثلاثة أشياء يعني نقول دائما كان موجود فيها عندك مادي عندك بيئة عمل وعندك يعني التعلم أو اللي يسمون الليرنينج فيها هذه تقسيبا ثلاثة عوامل أو مثلث لأي منظومة لجذب الكفاءات بعض المنظومات تجذب تركز على جانب آخر وجدت إن الصراحة الجانب المادي لن يكون هو أكبر عامل لأن أنت بتدفع غيرك يدفع فإذا كان هذا هو عامل الجذ راح يكون متع جدا فلازم نركز على نقطتين بيئة عمل ممتازة وبيئة عمل فيها تعلم عالي وأيضا يعني طبعا يكون وممكن تعويض عادل للعاملين فبالتالي عمدنا في البداية أن الناس اللي تأتي تأتي للأسباب والمحفزات صحيحة إذا كان المحفز هو أجل برنامج لنا راتب عالي للحرس الوطني جذبنا الناس اللي ستأتي للراتب وتخرج للراتب لكن إذا حاولنا نجذب الناس يتأتي للقضية للعمل للرغبة يعني ممكن من البداية أنا أعتبر نفسي محظوظ جدا 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 باختياري أني أكون جزء من هذا العمل باختياري أني أقدر ساهم في هذا العمل وأقدر ساهم في هذا التحول الضخم لوزارة الحرس الوطني فبالتالي ولما طلبت الأسماء المميزة اللي أنتو استعرضتوها أنتو طلبتوا مجموعة أسماء هذه طبعا نتكلم على أنسوبي الحرس الوطني وإيضا خارج الحرس الوطني أيضا نفس الشيء متعلق بخارج الحرس الوطني تأكدنا أن الناس اللي تأتي لوزارة الحرس الوطني والبرنامج تأتي أنها متحمسة وشغوفة بالعمل لهذا البرنامج وتراه فرصة واضح هذا أما داخل الحرس الوطني نفس الشيء ممكن حاولنا أنه كان عندنا هدف أن يكون خمسين في المئة من سوبي البرنامج من داخل الحرس وخمسين في المئة من خارج الحرس ونعمل على هذا المزج بين الاثنين أعتقد رح يكون مزج مثالي فبالتالي في بداية كنا نحاول نستهدف يعني الضباط الحرس الوطني الضباط المجيزين طلبنا أسماع عديدة في الحرس الوطني طلبنا أفضل الناس وحقيقة كان دعم الجهاز العسكري في الحرس الوطني كان جدا رائع ما قصروا يعني في التبرع ممكن بأفضل الضباط أتذكرك تقول 60% منهم نعم وافقوا نعم رغم أنه ما فيه مقابل إضافي بل فيه جهد إضافي وكان بعضهم يطلع 13 دار وصال يطلع ثمان الليل صحيح وهذه واحدة من النقاط يعني فكان بعد ما جبنا الأسماع الضباط انضمام البرنامج فكان السؤال في بعض الأحيان هل فيه بدل هل فيه عائد أي مكان تعمل فيه بشكل أكبر كان يعني جهد إضافي أبي دخل إضافي تحتاج دخل إضافي هذا من حق أي واحد ذكرنا لا لا يوجد يعني فيه سبيل لأن ما نبغى أيضا أي أحد يأتي يبغى يعمل من تقريبا نقولك يا 60% من الناس اللي جاءوا ما اهتموا بهذا الموضوع قالوا كم نعمل والله خمسة ستة أيام ستة أيام في الأسبوع كم المدة تطلع من الصباح لليل أن فعلا 60% من الناس يقاتلون كانوا بالعكس للعمل وخدمات وأنهم يجدون فرصة للعمل في برنامج التطوير وأنهم يكون جزء مساهم هذا هذا شيء صراحي أنا أقول لي أدعو للفخر أنا صراحة تجولت في المكان لما انشرفت بزيارتكم الملفت كان هو التنوع ولفتتني أن واحدة من قيمكم فريق واحد نعم صح كذا أول قيمة من قيمة برنامج تطوير جارة الدفاع هو فريق واحد فأنا تجول أشوف العسكري وأشوف المدني أشوف الرجل وأشوف المرأة أشوف الكبير وأشوف الصغير أشوف السعودي وأشوف غير السعودي هذا التنوع كان ملفت هل هو عمداً أم مصادفة لا بالتأكيد كان متعمد لماذا وضعناها لو ما وضعناها كقيمة وهذا نعكس في آليات العمل ونعكس حتى في كيفية تعمل كل برنامج أي في كيفية العمل في المشاريع ونتكلم فريق واحد ديس داخل البرنامج فريق واحد أيضاً مهم القيمة ما هي فقط مع البرنامج فريق واحد مع الوزارة أيضاً في العمل أننا نكون فريق واحد هل كان في حساسية أن يكون فيه ناس غير سعوديين يشترون على برنامج بهذه الحساسية نحن ما عندنا في البرنامج موظفين شوف تاسب بدل ممكن كانوا مستشاري مستشاري آه نعم لكن لم يكن البرنامج كل اللي موجود فيه كم موظفين اليوم برنامج 120 تقريباً كلهم سعوديين كل 120 نصفهم من الوزارة 60 تقريباً أقل من النصف لنما بعد وصلنا للنسبة هذه هدف 50 بس تقريباً يعني يتكلم على حوالي 65 60% فاليوم أنا عندي رؤية واضحة حكاها لك الوزير نعم وعندي الفريق المثالي اللي جاء 60% منهم مباشرةً بدون ما يسرون عن عوائد نعم وعندي الجهاز اللي فيه عناصر نجاح وفرص التحسين من هذه النقطة خلنا نحكي رحلة التطوير نعم وأولها موضوع التوجه الاستراتيجي نعم حدثنا عن الاجتماع المهم مع الأمير محمد طبعاً ممكن في أول نقطة عشان نوضح لما حالة الوضع تتكلمنا عنها في البداية وبداية العمل وبداية التقييم وجدنا أنه مهم لأي قبل تطوير أي استراتيجية وقبل تطوير أي عمل أنه يكون لاحزن نحدد يعني وين احنا راح نكون تموضع التموضع الوزارة الحرس الوطني الدور الحرس الوطني بعدها تأتي لها تأفل استراتيجية لتحقيق هذا الشيء بعد أن نبدأ بالخطط كاملة فبالتالي ممكن نقسم البرنامج إلى مراحل مرحلة أولا checkpoints و face milestones اللي كانت موجودة هو المرحلة تحديد الدور والاستراتيجية للحرس الوطني تم العمل عليها يعني ب أشهر عديدة فترة كورونا هذه ولا لا فترة تمونا قليلين بسم الله بعد العمل بدأت كورونا لكن انطلقنا خيرة الحمد لله إن شاء الله لعله عشان تفرقوا التخطيط استراتيجي وما في لعله لا والله يعني بالعكس المقابلات واللقاءات واللي وجه الوجه كانت جدا هامة طح لكن يعني الوزارة ما توقفت والبرنامج ما توقف فانطلقنا بالعمل المناقشات كانت جدا عديدة داخل المنظومة خارج المنظومة طوال الوقت لما نصل لمرحلة يعني كانت متعلقة بالتموضع كان عندنا اجتماع برئاسة سمو سيدي هنا فرصة تشرح لنا واش علاقة الأمير محمد بالبرنامج صحيح طبعا برنامج التطوير يعني كان بلجنة عليا برئاسة سمو سيدي ولي العهد تضم أعظام أصحاب المعالي أصحاب السمو أصحاب المعالي في البرنامج في لجنة تنفيذية برئاسة سمو اللامير عبدالله الله يحفظه فيما يتعلق لإدارة أعمال البرنامج والإضافة وجود مكتب البرنامج هذه حكمة البرنامج ففي لجنة عليا لامير محمد في لجنة تنفيذية لامير عبدالله وفي المكتب التنفيذي اللي أنت تقود وهذولي مستقلين عن وزارة الحرص يعتبر البرنامج يعتبر مستقل كدزاين وكتصميم نعم يعتبر جزء مننا مستقل يعني لأن الهدف أنها كل جهازات تكون لا تتأثر بالمنظومة ولا تتأثر فيها ولا تتأثر بأعمالها ولا تتأثر حتى ولا يكون فيه داخل في المصالح في المنظومة وبالتالي يعني ممكن يسمون لامير عبدالله لابس كرئيس لجنة تنفيذية لبرنامج تطوي لحرص الوطني كوزي لحرص الوطني يعطي مريئاته بالكامل لكن بشكل عام هذا الاستقلالية تعتبر برنامج ريحية بالكامل إنه يعمل وهذا الهدف كان من تصميمه ومن الحوكمة المقترحة للبرامج بشكل عام لذلك كان بعد فترة ما انتهينا من اللجنة التنفيذية رحنا للجنة العليا كان اجتماع يعني حاسم بالنسبة لنا نكون أو لا نكون عدينا العرض تهيئنا بشكل كامل الحمد لله كانت أول مرة لك تقدم عرض على نمير محمد نعم كيف هيئت نفسك يعني نفسيا لهذا العرض والاجتماع تذكر يعني ما كان في وقت حتى للتهيئ لأنك قال الاجتماع الآن يعني فالاجتماع تم الآن لكن نقدر نقول إن شاء الله يعني الواحد يجتهد في عمله يجد دعم إن شاء الله القيادة بشكل كامل جاك السؤال غير متوقع جاني سؤال سيلة غير متوقعة ويش السؤال كما قدر دخل عليها بالتفاصيل ما حنقدر نحكي عن السؤال هذاك ما رح نقدر نحكي عليه لكن بس ميش كان التوجه الستراتيجي التوجه الستراتيجي يعني كان يركز كثير على وين الحرس الوطني دوره الرئيسي هذا جدا مهم لأن وجود دور واضح يساعدني أن يبدأ خططي على المدى الطويل عدم وجود دور واضح أو متفرع بشكل كبير أو متفرق بكرة شتتني وشتت جهود الحرس الوطني ويخلونا أكثر من اللي ردت الفعل من العمل على وضع خطة طويلة لبنائها المنظومة كبرات المخاطر كبرات ما شاء الله تبارك لمنظومة الأمن والدفاع الآن وتكاملة بشكل أفضل تعمل بشكل أفضل فبالتالي كان مهم جدا أن الحرس الوطني يعرف ما هي التوقعات المطلوبة منك الجهاز على المدى الطويل فكان هذا بالنسبة لنا مهم جدا أننا نحسمه بشكل مبكر طبعا فكان تم النقاش ممكن أن نقضنا الأمير عبد الله في هذا الوقت لأن ما شاء الله تبارك الله he was in top of things لكن الحمد لله حصلنا على إشهادة من اسمه وسيدي بس وش التوجزات هيجي اللي اعتمد أنكم وإلى وين من تجي طبعا الدور مثل ما قلت ما قدر الآن يعني نتكلم عنه وصرح فيه بشكل عام نتكلم عنه نقطتين دور والمهام والدور والمهام عشان نحقق هالدور والمهام بأفضل فعالية عسكرية ممكنة وإش الهداف الاستراتيجية اللي نعمل عليها الهداف الاستراتيجية تركز أننا نبدأ نعيد تركيز قواتنا بشكل أمثل بالتركيز على هذه النقاط فبالتالي كانك تخرج من الأشياء اللي ما تحتاجها وتركز على النقاط هذه تركز على قدراتك على منطقة أقل أو منطقة محدودة الثاني كان تعزيز التعاون العسكري بين المنظومة بشكل كامل وهذا مهم جدا وهذا من الأشياء اللي ركز عليها أيضا سموه سيدي وتركز عليها منظومة أمن الدفاع منظومة أمن الدفاع تقلت لمرحلة أنها تتكامل مع بعض فبالتالي كان جزء من الهداف الاستراتيجية هو تعزيز التكامل العسكري أرفع جاهزية العسكرية لتدية هذه الأدوار والمهام هذا مهم أرفع تكامل العسكري وهذا أيضا مهم جدا عندنا الهدف متعلق أيضا بالقطاع الصحي وتطوير وممكن بعدين نتطرق له أيضا عندنا الهدف سراتيجي متعلق أيضا بالجانب العمل المؤسسي أيضا كمؤسسة من ناحة التقنية من ناحة موارد البشرية من ناحة دارة الموارد من ناحة دارة قدرات الحلس الوطن بشكل كامل هذه أيضا موجودة وعندنا أيضا أهداء هدف متعلق ما يتعلق بالجانب ممكن أن نعتبرها الجانب الاجتماعي وجانب أننا فقط ستركيزنا على الموظفين إنما تركيزنا أيضا على أسرهم وتركيزنا على الأنشطة الاجتماعية للوزارة الحرس الوطنية وإيش المجالات اللي بغيركز عليها الحرس من الآن وصاعدا بشكل أكبر الجهاز الحرس الوطني يعني هو جهاز عسكري وراح يستمر كالجهاز عسكري هي فقط تركيزنا الآن على ش المهام المعينة وش المطلوب من التنفيذ خلال هذه المهام هل يساعدنا على بناء القدرة التي تتناسب مع هذه المهام ما نبني قدرة بكرة ما نحتاجها نبني قدرة فقط تتناسب مع هذه المهام وأيضا نعرف ش دورنا والباقيين يعرفون وش احنا قاعدين نقدم وحنا نعرف ش قاعدين نقدمون لما تطالع مع بعض تتشكل كلها تركيبة قوة وطنية على مستوى متكامل هذا التكامل اللي بعدين القيادة تسعى له والمنظومة بشكل عام تسعى له أنه ما نكون بيننا أوفرلاب ولا يكون بيننا فراغات يكون بيننا تكامل بين القوة هذا اللي أنه وصلنا ركبنا نفسنا في قطعة الحرس الوطني داخل المنظومة وداخل القدرات الوطنية الدفاعية والأمنية ركبنا نفسنا داخل هذه القطعة اللي تتكامل مع باقي المنظومة اللي كلها تعمل في نفس الوقت على تطوير قدراتها ومدامك صرفت على المنظومة أتوقع أنه بتكون فرصة حلوة أننا نفهم المنظومات العسكرية بشكل مبسط ودور كل منظومة داخل هذا البلد ممكن الجميع يعرف رؤية عشرين ثلاثين منها تفرع استراتيجيات وطنية من استراتيجيات وطنية تحولت برامج من برامج تحول الجهات إلى التنفيذ مثلا الجميع ممكن يعرف نفس الهرم موجود في القطاع الآخر العسكري والأمني ممكن شفت في مجلس الوزراء أو أعلن قبل ممكن أسابيع ماضية عن استراتيجيات الأمن الوطني كانت موجودة وإعلان عنها من جديد هي رأس الهرم هي ما يتعلق بالعمل بالآن على استراتيجيات وطنية تقرج استراتيجيات وطنية هذه استراتيجيات وطنية تبدأ تنزل على الجهات تبدأ تعمل على استراتيجيات التي تم فيها هذه استراتيجيات وطنية المنظومة يعني قاعدة تتكامل الآن بشكل جدا رائع فيها عمل كبير لكن تعرف دائما بسبب حساسية المعلومات وحساسية المنظومة ما هو كل الأمور يصرح فيها أو يعلن عنها لكنها تتكامل الآن بشكل بس مثلا وش الفرق بين وزارة الدفاع ووزارة الحرص وطني ووزارة الداخلية أمن الدولة وش فرق كلها للأجهزة هذه؟ كل جهاز مسؤول على لما نأتي مخاطر الدولة فيه مخاطر وهذه المخاطر ينتج عنها مهام حلو كل جهاز من هذه الأجهزة مسؤول على مجموعة من المخاطر والمهام المرتبطة فيها يكون هو المسؤول الأول وتبدأ التكامل بما أن المسؤول الأول يكون هو المسؤول الأول على الاستجابة لهذه يبدأ الجهات الأخرى بمساندة كل واحد بقدراته لما طال هذه الجيكسون اللي موجودة في القطاع العسكري صعبة لأن فيها أيضا عوام صعبة اللي هي أن هذه التهديدات متغيرة فبالتالي لما تغير التهديدات تتغير المهام تتغير بكرة القدرات المطلوبة وهذا وتكاليفها عالية فبالتالي العمل داخل هذا القطاع متعب ومرهق للجميع يعني مرهق ممكن للمنسوبين اللي هما مسؤولين بكرة على التصدي مرهق أيضا عشان نوفر هذه الموارد لها في الوقت المناسب حماية إن شاء الله بإذن الله يعني مصالح مملكة بالشكل الأكبر بس اليوم هل بينكم بين هذه الأجهزة يعني عشان يعني قد تكون أعضا شيئا حساسة ما ينكون حديث عنها بس هل اليوم بين هذه الأجهزة المختلفة تنسيق وتكامل كل واحد عارف منطقتها وكل واحد عارف شون يساند الآخر الآن قاعدين تبنى هذه النقاط بشكل عام نعم في بعض كثير من كل الجهة تعرف ما هم المسؤول عنها فبالتالي هذه الأمور ما أعتقد أننا كان فيها أي تحدي نبقى أن التحدي كمن تكامل قواتنا وقدراتنا مع بعض بشكل أفضل هذه الطلبة أن خططنا أيضا تتوأم بالشكل المنظومة قاعدة تبني بوجود مجلسون السياسية والأمنية مركز الأمن الوطني تبدأ المنظومة الآن تتشكل بالشكل الأمثل الأمور إن شاء الله مبشرة في هذا الموضوع وتدعى ممكن للمواطنين إن شاء الله للفخر أنا دائما أقول هي فيما يتعلق بالتطوير الحاصل في البلد بشكل عام دائما الرؤية يعني بحكم أيضا وضعها قد يكون لها إعلامها الواضح ومعلوميات الواضح لكن كثير من الناس قد لا تعلم عن حجم الجهد الكبير المبذول في قطاع آخر وكما يتكلم عنه دائما بسبب حساسيته وبحسب كثير من المعلومات وأيضا ما هو إعلام يتعاطى مع الإعلام دائما وهذا ما تفهم حساسية القطاع بالعكس نحن نشكركم أصلا أنكم شرفتونا وذكرتم ما يمكن ذكروا من قصة في أجزاء لحساسية الملف ما هنذكرها بس لو نبغى نلخص قد نروح لستراتيجية الشؤون الصحية لو نلخص وين توصلون في الشؤون العسكرية لو قلنا مثلا في 2030 وصف لنا الشؤون العسكرية في الحارس الوطني في 2030 أو بعد ذلك أو قبل ذلك على حسب المحطة التي تعملون لها أعتقد أنها مهم جدا يكون عندنا واضحة للحارس الوطني لكن نحاول نصل وين نصل فيه دائما من بداية البرنامج في القطاع العسكري هدفك دائما تصل لي جاهزية عالية الجاهزية العالية أن تكون قواتك جاهزة لأي حدث لا قدران المخاطر اللي هي مستعدة استجابة لها هذه رغبة أي جهاز عسكري لكن نصل لهذه الجاهزية العالية بكفاءة عالية كيف تقيس الجاهزية العالية؟ الجاهزية العالية دائما سؤال ممتاز في الجهاز العسكري الجهاز العسكري هو باكتمال قواته المطلوبة لبنائها تكلم عليه من ناحية بكرة توفير الوسائل والضخائر التدريب الأفراد أماكن العمل التدريبات الجماعية الاستعداد هذا فقط دائما نقول نستعد للحرب ولا نعمل الذهاب لها ولو بشكل تقريبي لو بنقول اليوم كم جاهزية الحرس من المياه وكم نبغى نوصل لها كم النسبة لنبغى نوصل لها أيضا ما قدر أقول الجاهزية أيضا هذه لكن جاهزية ممتازة فيه جاهزية على وضعنا الراهن وجاهزية على وضعنا المستقبلي يعني احنا نتكلم احنا عندنا مهام نبغى نوصل لها وعندنا دوار واضحة ونبني علينا قدراتنا لها فبالتالي نبغى نوصل للجاهزية لتنفيذ المهام المستقبلية للحرس الوطني والأدوار المطلوبة منها فبالتالي تأخذته دائما مسارين مختلفة مسارنا الآن للتمثيذ الواجبات واعتقد أن الحمد لله الحرس الوطني يقوم بواجباته بشكل ممتاز وعند المسار الآخر أنه هو كيف أني أرفع قدراتي للوصول المستهدف مني في خطة الحرس الوطني لتحقيق الجاهزين المناسب للأدوار والمهام طيب قلنا نروح أجلل لستراتيجية الشؤون الصحية وهناك المفروض في عندنا معنوات أكثر نقدر نشاركها أو لحتى إن شاء الله موجودة وش الاستراتيجية اللي يعني عملتوا عليها وعتمنتوها للشؤون الصحية إلى وين بتكون إلى وين من توجيين في الشؤون الصحية سؤال ممتاز ما يتعلق بالشؤون الصحية يعني لما جينا نقيم صراحة المنظومة وتدناها منظومة يعني رائعة حقيقة نفيها مستموض جدا ممتاز فبالتالي لما نتكلم على هل التطوير قادم للشؤون الصحية داخليا وجود مشاكل داخلية وجود دوافع داخلية نحتاج إلى غيرها أو إن التغيير قادم بدوافع خارجية مثل ما تكلمنا الآن فيما يتعلق بالقطاع العسكري التغيير جاي وليس يعني يعني مدفوع من من الأسفل للأعلى مقصود أنه عندي مخاطر مختلفة عندي استراتيجيات وطنية كل جهزة الدولة قاعدة تقوم بتطوير فبالتالي هذه الدوافع الخارجية قاعدة تدفع الوزارة الحرس للتغيير بما فيها الشؤون الصحية عندي لقطتين في الشؤون الصحية ممكن تجبر أي منظومة أو قطاع صحية الآن يعاني منها ممكن الأول اللي هو إنها تكاريف الصحية قاعدة ترتفع ما يمسؤولية أحد معروف الصحة مكلفة جدا فالآن بشكل عام على الجميع سواء على ميزانية الدولة أو على ميزانية الحرس الوطني التكاريف قاعدة تزداد بشكل مضرد واجب من واجبات المقدمة نتقدم ممكن الرعاية الصحية لمن سوبيك بأفضل طريقة ممكنة كيف أقدم رعاية صحية ممتازة والناس قاعدة تزيد وتكبر ومعدل أعمار ما شاء الله يكبر وبين أن يحافظ على أقل على التكاريف معقولة في هذا القطاع الصحي هذا أول ممكن مسبب للشؤون الصحية دائما يجب أنه كيف نطالع النقطة الثانية طبعا نتكلم أنها منظمة صحية في المملكة قاعدة تتحول يعني ممكن واحد من الأكبر عمليات تحول منظمة قطاع الصحي في العالم وتحول جذري جدا كبير على آليات كثيرة أنا بكرة كيفية تقدم خدمة على كيفية حسابة على كيفية محاسبة طيب عندي النقطتين هذي كلها دخلين القطاع الصحي أن نعمل يجب أن يكون القطاع الصحي يواكب هذا التطورات وأيضا يشوف هذه المخاطر المتعلقة بالتكلفة في القطاع الصحي فبالتالي لما بدأنا بالاستراتيجية بأخذنا هذه بعين الاعتبار درسنا كل الاحتمالات الموجودة في القطاع الصحي وجدنا طيب كيف نقدر نخدم من سوبينا ونخدم المنظومة الصحية بما العمل على تقليل أو ما أقول تقليلها لأنه بصراحة مي بتقليل تقليل خلقوا الزيادات المطلوبة على القطاع الصحي على أن الكل المتجه والدولة وأيضا توجه استراتيجية القطاع الصحي تجهل value-based health care أو الرعاية الصحية المبنية على القيمة كيف المبنية على القيمة أن نعمل على تعظيم الفائدة من كل ما يدفع للقطاع الصحي كيف راح يكون هذا من خلال يبدأ التركيز على الرعاية الأولية والطب الوقائي يعني هي مثل الجيتس اللي تعملها كل ما عملت على هذا المجال بشكل أكبر كل ما قل طلب على الخدمات المكلفة وشلون بتخلون الخدمة مبنية أكثر على الوقاية من العلاج يبدأ بالتركيز على وهذه تبدأ الاستراتيجية وهذه يبدأ عليها المبادرات تركيز على مراكز العاية الأولية تركيز على الطب الوقاية تركيز على التوعية كل هذه نقاط تبدأ بالعمل يمكن تبدأ بالدراسات والأبحاث التنبؤ بالأمراض كل هذه النقاط تركيز على الوقاية إذا نعرف والله شخص في عائلته مصاب مثل براد السكر شاف أنا جميع إن شاء الله إذا نعرف أنه ممكن عنده احتمالية أنه يصاب طب كيف نقدر نقي من هذه النقاط استخدام البيانات في هذه النقاط يساعد على هذا استخدام التكنولوجي في هذه العمل يساعد على تقليل ممكن وقوع لحوادث والإصابات ويقل حتى من أهمية العالجة أمنع من وقوعها من الأساس هذه واحدة من أهم النقاط لا يعني هذا بكرة ما يكون عندي مستشفيات ولا مراكز تميز بالعكس هذه مهمة جدا لكن بدل ما احتاج مئة أو ميتين تحتاج مئة ليش قللت الطلب عليها من نتيجة للعمل الطب وهذا فأيت أيضا أعظم ليس فقط على المنظومة الصحية فأيت أيضا أعظم على المجتمع بشكل عام يقلل الأمراض المزمنة يقلل ممكن الأتعاب يتواجه الكثير من المواطنين بدل ليش يحتاج المستشفى إذا إن شاء الله يقدر بكرة إن شاء الله أنا ما احتاجها من الأساس لأنهم بساعدوني في هذه النقاط وهذا أيضا بما يساهم بيقلل ارتفاع التكاليف المطلوب على القطاع الصحي ويعز القيمة من كل ما يصرف على القطاع الصحي بشكل كامل هذه النقاط اللي ممكن بشكل عام اللي يتجي فيها النقاط الثانية هو استعداد القطاع الصحي لأي توجهات فيما يتعلق بكرة بالتأمين أو بكرة بكرة حساب الخدمة وحساب التكلفة والباقي أيضا نعتقد أنه كما يتعلق بالشؤون الصحية هو أيضا استخدام التكنولوجيا بشكل عام واللي هما أيضا مواصم مستويات إن شاء الله دائما لما يجي طالي الشؤون الصحية يجي سؤال بتستمر معاكم ولا بتدمج مع قطاعات أخرى أو أجهزة أخرى بإذن الله مستمر يعني مو الهدف إنها تستمر واتستمر هل من الصائب استمرارها مع وزارة الحرس أنها تكون جزء من الحرس الوطني أو لا الجواب نعم هذا كان السؤال كان جدا مهم كان جزء مجتمعنا مع سمو سيدي كما يتعلق بالشؤون الصحية وتوجه الشؤون الصحية هل العمل غير يتوام مع توجهات الدولة لا يتوام مع توجهات الدولة كقطاع لكن مهم جدا نحن كمنظومة صحية في وزارة الحرس الوطني وشون الصحية كيف تتكامل مع هذه المنظومة نفس النقاط يتكلمنا عليها مهم جدا أننا نعرف وش تخصوات لنقدمها وش تخصوات لما نقدمها وش تخصوات لنرح توسع فيها وش تخصوات ذلك كان بجزء من الاستراتيجية عملنا مع وزارة الصحة بشكل كامل وأخذنا دراسة السعة والطلب كم الطلب كم نحتاج عيادات قلب كم نحتاج بكرة عيادات متخصصة كم نحتاج بكرة عيادات طب الأسنان كل مناطق المناطق تسفت مع الوزارة في تنسيق الآن أخذنا كل هذه النقاط فبالتالي في توسع الحرس الوطني القادم نتأكد أن ما نتوسع في مكان مثلا في تغطية زائدة نتوسع أو في توسع في بعض التخصصات ما يكون الدولة مغطية لأن الدولة تبقى بكرة لما تدفع ندفع المنظومة كاملة المواطنية بشكل كامل أن يكون في تكامل في تقديم الخدمات ليس في منطقة معينة ما في كل مناطق فبالتالي فعلا عملنا باستمرار معهم إحنا كان في سراتيجيتنا أول بأول ممكن بالتنسيق مستمر مع وزارة الصحة مع برنامج الآن تطوير القطاع الصحي على كافة النقاط وعلى كافة التوجهات وعلى المبادرات للشؤون الصحية لضمان أنه حصلا ما نبغى ميثاق يعتمد ما في توافق ولا في اتفاق بين قطاعات تقود هذه الهامة تقود منظومة بشكل كامل خلينا ندخل على الجزء اللي يمكن اللي يسمع القصة ويتفائل فيها بيكون متحمس أنه يسمع وش تحقق منها إلى الآن أن تتوكم بادين ورحلة طويلة بس قد يكون فيه مكتسبات من أهم ما يمكن موضوع توطين الصناعات العسكرية أو توطين بعض الانفاق العسكري في الوزارة خلينا نأخذ أهم المكتسبات اللي صارت الفترة الماضية من اليوم الأول وهاجس كيف نوطن كان كبير جدا الوزارة الحراس الوطن والسمو الأميرة عبدالله بحكم وأيضا نعرف أنها اسمه سيدي في هذا الموضوع يعني بالنسبة له خط أحمر فيما يتعلق هذا هدف وطني هام يجب على الجميع أن يعمل ويضح لي تحقيقه في وقت نفس الشيء بتوب هذه البرنامج في ذاك الوقت أمر جاي أن الحراس الوطني يجب عليه العمل على توطين كافة مشترياته وقطع غياره وضخائره كم كانت النسبة في 2019 لما بديته نسبة المحتوى المحلي من انفاقكم أقل من 2% أقل من 2% أقل من 2% من كافة انفاق الحراس الوطني بدأنا بهذا مجال الخطاب حقيقة مفاجئ يعني من ديوان بخصوص ان الحاس الوطني يبدأ بالعمل على توطين توطين ما معنا ممكن كان في اجتماع مع سمو الأمير عبد سمو الوزير الحرس احنا والجهاز العسكري جميعا نجري تناقش وناقشنا بالمخاطر ممكن كنا نقول نقدر ولا ما نقدر كان السؤال وش كان الهدف لأننا بدأنا نقدر فعلا نوطن ولا لا وش المخاطر يعني فيه أشياء جميلها من دول أخرى فيه أمور مخاطر كيف نقدر كيف نقدر كيف نضبال جاهزية ممكن فيه لكل وقت ممكن نحس من الموضوع بحضر الله توجهنا نوطن يعني السجابة ونوطنها مع التوطين بنسبة 100% 100% يجب أن نحاول طبعا التوجيب جاءنا بعدين 100% لكن يجب أن نعمل على نسبة توطين 100% في الحرس الوطني يجب أن نعمل على بالكامل هذا في 2025 حين هذا بدأنا في 2000 2000 2000 بعدين جاءنا الأمر أنه فعلا الحرس الوطني يبدأ ممكن بالعمل على التوطين بنسبة 100% بين إرحام 20-25 من 100% إلى 100% نعم في الاجتماع هذا بدأ العمل على ملف التوطين يعني بشكل كامل وبشكل كبير بدعم كان كامل من سمول عبد الله ومتابع له باستمرار ممكن آخر شيء كان بالأمس ثلاث ساعات كلها على ملفات التوطين واحدة يعني وراء الثانية يعني بكل التفاصيل اللي موجودة وتدليل كافة الصعاب لتحقيق هذا الموضوع عملنا على استراتيجية عملنا بعدين مع كاف مع هيئة صناعات العسكرية كانوا يعني عملوا عمل ضخم جدا في هذا الموضوع طبعا بعدين تحملوا الآن العمل بوجود بوزاة الحرس ووطن وجهات أخرى أيضا مستهدفات في هذا التوطين لكن الجميع في البلد يأخذ هذا الملف في جدية موشرات الآن البداية اللي شفناها كم وصلت اليوم جدا إجابية أنا ما بيعطي يعني على ما يتعلق بتضخيم هذا العمل لأنه فيه كم وصلنا قدر أعطيك خلي أقولك الآن من العقود الجديدة 60% منها كانت مع شركات سعودية 60% من عقود الجديدة محتوى محلي محتوى محلي طبعا داخله بس خلي مع شركات سعودية ونحرص أنه يكون على أقل ما يقل عن 60-70% من هذه العقود جواتها تكون محتوى محلي فنتكلم على الحمد لله يعني نسبة عالية جدا بدن فاقنا يزيد بشكل أكبر والجيد ما هو فقط ما تم يعني لحظة هذه فيها مشكلة كيف لما وطنتوا انفاقكم بدأ يزيد الفرض أن يصير فيه كفاءة انفاقنا بدأ يزيد انفاقنا على المحلي بدأ يزيد وليس أجمالي لا وليس أجمالي انفاقنا انفاقنا على المحلي بدأ يزيد الكفاءة طبعا بدأت تتحقق في العقود احنا توقعنا في البداية نتكيفة التوطين بتكون على بتكون على لكن في بعض ممكن في بعض الأشياء تطلب ناقل معرفة لكن بدأنا في بعض العقود لما بدأنا في التوطين طبعا لازم حب في هذا الوقت أي قرارات تأتي كانت فيها مخاطر وبذكر ممكن على قصتين على ما يتعلق بعقود مع جهات خارجية واحد عمره كلهم فوق الهربعين سنة عقود ممتدة لمدة أربعين سنة مع الحرس مع الحرس الوطني مليارات مليارات تمت مع الحرس الوطني الأول عشان نعرف أيضا تحقيق التوطين لن يكون تربيدون يعني ألم وراح يكون في ألم لكن يتطلب تضافر أيضا الوزارة في هذا الموضوع العقد الأول يعني خليه بقول قصة النجاح الأولى اللي تمت وكتملت على خير عقد طويل بدأنا فيه كان في مخاطر التعلق بالانتقال من فريق عمل إلى فريق عمل يقدر نقول جزيزة الشركة ولا ما يقدر وأفضل والله أنا ما أذكرها الآن حاليا فتخيل الآن أربعين سنة مع جهاز واحد هم اللي كانوا يدرون العمل كان عندنا ثلاث سنوات من توقيع أن الحرس الوطني يبدأ يعمل على تحقيق هذا الشيء يبدأ بالانتقال من الوضع الراه إلى الوضع الحالي يبدأ بنقل عمليات يبدأ بنقل خبرات يبدأ بنقل عمل تتكلم على العقد يعني كان ملياري تم العمل على بناء المتطلبات دائما نعرف نعمل مع بعض الحال المعرفة ما هي تكون عندنا نبني المعرفة الآن من جديد بدأنا بالعمل على تحقيقها على نقل المعرفة بدأنا العمل على فهم المتطلبات وبناء المتطلبات عملنا مع هيئة الصناعات العسكرية تم طرحها بمنافسة لشركات محلية الحمد لله وقعنا هذا العقد كم قيمتها؟ تعدى قيمتها الآن 600 مليون ريال بتخفيض أكثر من 45% من العقد السابق على شركة محلية بتوظيف سعوديين بشكل عالي حققنا عدة أشياء نقل معرفة تقليل تكلفة تعزيز محتوى محلي من الشركات يعني هذه ممكن واحدة من قصص النجاح اللي احتفلنا فيها مع جميع إن شاء الله الموجودين في منظومة الأمن والدفاع في هذا العام ثاني نفس الشيء لكن فيها ألم أكبر يعني 45 سنة كان يجب أن ننزع الغطاء بقوة حقيقة يعني واخذ في هذا وقت بدأنا حددنا المخاطر كلا أنهم مع سمو الوزير سمو الوزير يعني بالتعاوب مع إن شاء الله تم استشارة يعني المسؤولين في الجهاز العسكري ومسؤولي وزارة الجميع قال رح نعضل أصابع ونصبر يعني رح نقدر نصبر فترة سمو الوزير اتخذ القرار بفك هذا العمل بعدها يبدأ العمل لأنه ما رح كنا نقدر منطقة من وضع الوضع يعني بعض الحين الأمور ليست بالسهولة الممكن الواحد يتوقعها هو فقد عقل لا ما هي المسألة مسألة أصعب بكثير وفيها تعقيدات يعني كثيرة جدا 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 فعلا نزعنا هذا الغطاء عضينا شوي لصابع بدأنا العمل أقدر أقول لك الآن الحمد لله أن كان عندنا خمسة مناطق متأثرة ثلاثة منها قريبين جدا من توقيع عقود مع شركات محلية إن شاء الله نعمل نشكول هذه السنة كم قيمة العقد نتكلم على عقود العقد الثاني قيمة حوالي مليار مليار العقد الثاني كل العقود الثلاثة هذه مع بعض قد تصل للمليار وبعضها أعتقد مع شركات مدرجة أو لا في شيء مع شركات مدرجة نقدر نحن تفاصيله القادم لا ما في شركات مدرجة في شيء معلن أو لا شيء معلن كان واحد كان عقدنا مع شركة البحري ايه كان ايضا هذا قصته حلولة وتعطينا قصة هذا العقد بما أنه معلن يعني نقدر نصول فيه يعني حتى خدمات اللوجستية كنا يعني ناخذها من شركات أجنبية أجنبية وحيانا شركات أجنبية تأخذ تأخذ من شركات محلية نعم حق بسيط بدأنا فيه نقلناه من شركة أجنبية فهذا عقد مع شركة أجنبية هذه كان وش كان عبارة عن نقل معدات من قارة إلى السعودية كان عبر شركات أجنبية نعم اللي انتوا سويتوا وقعتوا مع شركة النقل البحري نعم وصارت هي اللي تقوم بهالمهام اللي تقوم بهالمهام هذا جزء من الخمس عقود أو جزء من هذا جزء من العقود اللي تمت في سابقة تمت ثلاث عقود الجاية ممكن بتكون إن شاء الله قريبة بيننا ولو ناخذ يعني أكيد إن ستين في المئة هذه العقود الجديدة نعم بس إن المتوسط العام ما يكون ستين في المئة كامل يوم متوسط نعم محتوىك بالمحلي في كامل العقود اللي سارية متوسط محتوىنا ما عندي ولا نسبة ولا بيعطي بنسبة لا أبالغ فيها أو أني أقلل فيها أنا كان يفهمت أنه شيء حدود العشرين في المئة تقريبا يعني حوالي العشرين في المئة الآن من صرف السنوي الآن جاء العقود رايح وهذا من كان قل من واحد في المئة فمن واحد في المئة إلى عشرين في المئة الآن في عشرين في المئة وإن شاء الله رح يزيد إن شاء الله في تسارع أكبر بإذن الله تعالى ما رح يكون بدون مخاطر لكن إن شاء الله يعني عام ثلاثة عشرين نتوقع إن شاء الله تعالى أن يكون عندنا عقود أيضا كبيرة جدا نتوقع مع شركات محلية أتذكر كان فيها صورتنا عن الموضوع هذا في سناب شات فلقيت واحد يعلق أنه بس يا أخي استعجلنا صار فيه مشاكل في التعويض أو النقل الخدمات أنا لا أفهم في القطاع أو أنا مقريب منه فموضوع التحديات اللي تصاحب هذا الانتقال يعني 40 سنة ما اعتمد على جهة فجأة تروح الجهة أخرى صحيح كيف يعني وش أبرز التحديات وكيف تعاملت معها أحيانا تعامل مع اللي ما نعلم عنه يعني لما أحد يقوم بالعمل بالكامل وتبقى تنقر لك في هذه الفترة نقل المعرفة والعمل ما هو بالأمر السلس والسهل هذه لوحدة يعني تحدي كبير جدا أحيانا تشوف الواحد يسوي والله قدر أسويها يعني بسهولة لكن لما تجي تجد العمل فعلا أصعب بكثير يعني من اللي تشوفه سهل لكن لما يجي تنفيذ على أرض واقع يكون صعب هذه النقطة واحد الثاني أحيانا يعني غياب المعرفة هو النقطة ممكن تأتي ثانيا المعلومة لأي شريء لأي عمل يحتكرها احتكرها المعلومة يعني اعتمادية أعلى فهذه النقطة الآن طيب غياب المعلومة أحيانا ما ركز بالمعلومة المعلومة تكون زي من في الراس في الكراس طيب أنا بنقل منها المعلومة الشخص هذا راح الشخص هذا تطلع المعلومة انقطعت هذا يخلق عندي مشكلة أكثر الثالثة أحيانا قد تكون الخبرة المتراكمة عند هذا الشخص قلت يأدي العمل بشكل ممتاز الشخص الجديد رح يبدأ ويتعلم من عندك حتى لو كانت عندي المعلومة وعند المعرفة هي فقط تجي براكتس يعني واحد متعلم له يعمل على هذا الشيء من ثلاثين أربعين سنة متعود على إجراءة العمل متعود على متطلباتك ووزارة الحرس الوطني بتنقلها بكرة لشخص آخر مهما كان عندما من إمكانيات تعلم نحن ما زلنا قطاع واعد يعني في المملكة يعني في النهاية هذه كلها تشكل عندنا تحديات ضخمة جدا في هذا الموضوع نتعامل مع جانب جمقة البشري نقل المعرفة نقل بين شركة وشركة هذا أمر أيضا يشكل عندنا تحديات كبيرة في كل مشروع ياتي يجينا تحدي جديد فيه مختلف كل المشروع نبدأ فيه نبدأ نسمي بالله نبدأ هذا كيف نوطن هذا العقد وكيف نبدأ نعمل على توطينا تجينا مشاكل لا نتوقعها وتحديات مختلفة كامل من البدائل كل وحدة يعني نقول بتضافر الجهود نعمل على حلها لذلك نأخذ بقتنا في الدراسة ولا نستعجف الانتقال وإذا انتقلنا نعرف المخاطر ولما نعرف المخاطر نعرف وش وضعنا لها من حلول بديلة لتقليلها قدر الإمكان نعرف ممكن إذا كنا فعلا رح نتعرض لبعض الألم أو بعض الخسائر ما هي هذا النوع من الخسائر وهذا الألم نقيسها لما نقيسها نقيم بشكل واضح نعرف نختار الوقت المناسب نختار العقد المناسب مدة العقد نطاق العمل ننتقله وكيف نتدرج أيضا للوصول للحالة المثالية اللي نبغاها كل هذه العوامل نأخذها بعين الاعتبار للوصول ننتقل في بعض العقود حتى نبغاها بشكل أفضل لكن ندخل في ترانزيشن هالترانزيشن يودينا بعدين يساعدنا ننبني بكرنا العقد بعد سنتين وبعد ثلاث سنوات لما نجددها أو نطرحها من جديد يكون بشكل أفضل وأحسن ويعزز القيمة المقدمة من وزارة الحرس الوطني أثناء الجولة في مكتبكم لحظت مكتب لشركة سامي صحيح وش علاقتهم بالموضوع إحنا عندنا شراكة توقيع مذكر التفاهم بين برنامج بين وزارة الحرس الوطني وشركة سامي للعمل على ملف التوطين في كافة المجالات أخذوا شيء من العقود وللسه شركة سامي أعتقد أخذت شركة الإلكترونية المتقدمة عقد معنا في الإسناد وهي جزء من شركات تابعة لسامي باقي يتم العمل عليه لكن يقدموا المساندة لوزارة الحرس الوطني من خلال معرفة تقنية من خلال معرفة تحاول وضع الحلول على كثير من المشاكل والتحديات التي تأتينا التعاون بيننا تبادل الخبرات تبادل المعرفة كل هذا قاعد يتم من الأشياء التي صارت في الفترة الماضية موضوع بناء قاعدة بيانات تحتوي على 7.5 مليون نقطة بيانات صحيح وش قصة هذا الموضوع وليش هو دوقيمة بالنسبة لكم من الأشياء التي يفخر النجاز فيها في الفترة الماضية كان يعني ما يتعلق ببناء قاعدة البيانات قاعدة البيانات قطاعات العسكرية صعبة ومتشعبة ومعلومات متفرقة في كل مكان تجعل أي واحد يبني يعني يكون عنده كافة المعلومات لها ما هو بالأمر السهل جزء من العمل اللي يتم في خطة تطوير الحرس الوطني كان نبني خطة القدرات الحرس الوطني عندنا حلين كان اللي بناخد قدرات نمشي بافتراضات وتقييم السيسمة يعني بعام أو أننا نبدأ فعلا بمعرفة كاملة لكافة قدرات الحرس الوطني بشكل كامل اسمه الأمير الله يحفظه يعني وجهنا يتم بناء كامل فبالتالي شكل لجنة من البرنامج والوزارة من على أرفع مستوى للعمل على بناء هذه قاعدة البهنات ما في أي حجج وما في أي أعضاء شكل فريق كامل من البرنامج ومن الوزارة في فوق السبعين شخص عمل لمدة ستة أشهر في بناء بناء استبياء بناء نحدد نقاط البيانات المطلوبة بناء جمعنا هذه البيانات تم تنقيح هذه البيانات للحرس الوطني تم بعدين عمل على أدات هذه الأدات تمكن ذكرت الكلمة جدا ممتازة القدرة ما هي فقط آلية قدرة لها مكونات هذه الأدات كانت تعطينا على كل وحدة في الحرس الوطني وش الموجود عندنا القدرات على كل المكونات سبعة وثمانية لموجودة لتشكل قدرة في الجهاز العسكري وقدرة لأي وحدة عسكرية بنينا هذه القاعدة صار عندنا قاعدة بينات الحرس الوطني نعرف وش اللي عندنا وش اللي ما عندنا كمن اللي عندنا وين اللي عندنا وفي أي مكان يكون بضغطة زر هذه ما كانت موجودة سابقا هذه أعتقد قطاعات عالمية كلها ما تجدها يعني ماهو سهل نكتبني هذه القاعدة دائما متغيرة يعني كنت تجد تضغط على المنطقة الوسطى تضغط على تختار الوحدة وتعرفوش الموجودات اللي عندها كم عدد الضباط كم عدد الأفراد كم عدد الآليات اللي موجودة عندها هذه تخيل حجم بكرة التحليل اللي خلاجنا فيها نعرف بالضبط كم وين لازم يكون استثمارنا لهذه هذا وش اللي ينقصه وكم ينقصه طيب هذا ما عاد يحتاجه هل بيمكن نستخدم هذه الأدوات وهذه القدرات في مكان آخر يسدف غيرت نعم فبالتالي لما بدنا خطة القدرات عندنا تبدأ بأول شيء بنقطة كيف يساعدنا استخدمنا نفس الأدات تبيلك وش الجابز اللي موجودة عندك من الوضع المستقبلي للوضع الحالي من الوضع الحال للوضع المستقبلي يبين لك وش الجابز على وضعك الحالي وش الجابز اللي موجودة عندك والفجوات الموجودة الواضع المستقبري بشكل أوتوماتيكي بشكل يوضح بالكامل وأيضا ساعدتنا أنه في عادة استخدام أو باستخدام الأمثل لقدرات الحرس الوطني لشيء اللي ما تعرف عنها تنساها وتقول بشتري جديد لا أنا أعرف الآن نستخدمها وكيف نعيد استخدامها هذا أعطانا خطة قدرات راح تحقق فعالية وجهزية عالية بتكلفة أنا أعتقد كانت يعني معقولة وش أهم المكتسبات الأخرى لو نمر عليها بشكل سريع قبل ما أختم بأسئلة الأصدقاء ممكن أحب أذكر يعني ممكن في الحرس الوطني ممكن بعض المكتسبات ممكن أذكر نقطتين أولا عندنا واحدة من المكتسبات المركز الإعلامي ممكن تكلمشو عن البرنامج مرة بدعين ممكن نتكلم أن السعوديين موجودين بس بالبرنامج فقط السعوديين المركز الإعلامي عندنا يعني ممكن شمو الأمير الله يحفظه من اليوم الأول كان حريص إن المركز فيديوهاتكم في اليوم الوطني حساباتكم في تويتر تيك توك سناب شات مو سناب شات تيك توك يعني إنستجرام في حضور مختلف ومميز ولا يوجد له مثيل عن الحرس الوطني فهذه صراحة أنت أحسب لكم وهذه ممكن الحرس الوطني كيف يعني مش يسمونه الإعلام العسكري والخروج فيه وهميته وهمية عمله الحرس الوطني أنا قاعد يعمل بخطوات جدا مهمة ولسه يعني منتهينا أيضا في الحرس الوطني من استراتيجية التواصل كاملة وهوية كاملة والعمل إن شاء الله القادم أتوقع رح يكون في المركز إعلامي جدا ممتاز لكن الجميل في المركز إعلامي وهذا أيضا دائما أقول له نفق في قدرات ابناء الوطن ونفق في قدرات سعودين العمل كله يتم بأيدي الشباب حتى المونتاج والأفلام تتم بشكل معين ما لا تتكلم على سديوات مكلفة تكلف مئات الألاف أو حتى الملايين لإنتاج العمل يعني أحرق الأخوان لكن ممكن نقولولك حتى تكاريف بعض الأعمال اللي جدا ممتازة وحققت جواز جدا عالي مثل عمل اليوم الوطني أو العمل اليوم التأسيس اللي كان ميزانيات يعني بسيطة مقارنة بما يتم يعني في مكان آخر لكن ما شاء الله تبارك الله بعمل الأخوان عمل الشباب إبداء وإخراج ونتوقع القادم رح يكون جدا مذهل أنا أتوقع هذه وحدة من المهم الهايلايتس اللي الحارس الوطني يجب يركز عليها نقطة ثانية أتوقع في الفترة الماضية يعني ممكن كان من توجيهات سمو الوزير هو العمل على مكاسب سريعة كان السؤال اللي دائما نجيك واحد شكا نسوه أنت تركهم طولتوا علينا طولنا عليهم ونسوه فمن سنتين بدأ العمل على مكاسب سريعة مختلفة جدا نتكلم على والمكاسب سريعة كانت آلية عملها جدا مختلفة عن العمل فرق عمل من الوزارة البرنامج اللجان شكل على كل مجموعة من المكاسب السريعة والمكاسب السريعة كانوا يشكل لها ملاك مدرم شريع من داخل الوزارة ويساندهم البرنامج ويعمل معهم يد بيد حال نتج عن هذه عدة أشياء مثل أعتقد الأول كم مركز التمييز العسكري وش مركز أي قطاع عسكري في العالم دائما يقولك قمة النزج في كل مكان أن يكون عندك فهم للدروس المستفادة ويكون عندك الفيدباكل اللي موجودة قطاع العسكري واحدة من أهم العناصر الموجودة هو كيف بكرا نستفيد من أعمالنا الميدانية ونبدأ نغذيها من جديد للنظام ونتفادها أي عمل عسكري رح ينتج لدينا دروس مستفادة ياما بآلية كيف تشتريها بتدريب بتكتيكات عسكرية إلى آخر حراس الوطني أسس واحدة من المكاسب السريع عمل عليها على تأسيس مركز للدراسات المستفادة وسمنا مركز التمييز العسكري يعمل علىها الآن المملك لها أو الحراس الوطني عنده تجارب كيف تأخذها للتجارب وهذه الدروس المستفادة التقارير الميدانية تحليلها بالكامل والعمل على خلقها كتوصيات تعملها تغذية النظام كل جهة تقوم بتنفيذها وتطويرها بشكل مثل بدأ العمل على المركز بدأوا بورشهم العمل بدأت ممكن بأول ورشة قبل ممكن أشهر بسيطة وإن شاء الله متوقع تقريرهم الأول يخرج قريب هذه أعتقد من الأمور الحراس الوطني تقدم فيها الثاني طال العمر كان فيه أشياء متعلقة بالتقنية يعني توجيه تصال عندنا أثمة كاملة لعمل إجازات للتعاميم والعمل على التقنية وتعزيز حتى الأدوات التقنية اللي موجودة كانت موجودة لكن يجب تم هذا العمل عليها وحل كل العراقيل اللي كانت مصاحبة لها المتعلق كان عندنا سياسات عديدة أيضا تم تطويرها سياسات ترقيات سياسات تعيين سياسات متعلقة حتى بالبروتوكول سياسات نياشين أشياء قد تبدو بسيطة لكن لها أثر عالي جدا في ترتيب العمل ونذكر عداد سياسات ضخمة جدا كانت بالتوجيهات نص عمل البرنامج والجهاز كان يقوم على العمل على تطوير بعض الإجراءات والعمل عملنا على جدوى صلاحيات كامل تم تطوير الآن عمل منظومة التقاضي العسكري في الحلس الوطني الآن بيكون عنده محاكم عسكرية عالية ادعاء وأيضا استئناف عسكري بتكامل متكامل هذا تم عمل عليها وتم الانتعامل عمل وممكن راح تفعل إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة في أمور كفيرة ممكن ما قدر أتكلم عنها الآن لكن هذا ممكن بشكل بسيط ومبسط ما يتعلق ممكن بأبرز الإنجازات اللي كانت موجودة في الفترة الماضية أنا بأخذ أبو حالة معك مجموعة من الأسئلة السريعة يمكن بعضها قطيناها في الحلقة فما يحتاج نعيدها مثل موضوع مستقبل الشؤون الصحية بس في أحدنا يسأل تحديدا عن موضوع خصخصة الصيدلية أو المختبر هل عندكم خطة للتخصيص في هالقطاعات ما عندنا خطة للتخصيص لكن واحدة من المكاثب السريعة التي تكن منها لم تكن منها كان تأسيس إدارة عامة للاستثمار وتعزيز الإيرادات تخصيص القطاع ما هو موجود ممكن أن يكون في المستقبل أو ما هو موجود في الخطط الآن لكن بكرة هل بيمكن استفادة من قدرة الحصر الوطني في الاستثمار وتعزيز الإيرادات إذا كان فيه ممكن نتكلم عن المختبرات ممكن استفادة منها موجود مراكز البحث ممكن استفادة منها هذه بتكون أكيد موجودة لكن في المستقبل لكن حاليا ما في شيء هذا أحد من سبيل المستشفى الحرس يقول المستشفى الحرس كانت تعيش عصرا ذهبيا أصبحت تضعف في ظل تسرب كفاءاتها وعدم القدرة على استقطاب الكفاءات في ظل سلالة مرواتها الضعيفة مقارنة بالمستشفى المرجعية كيف ستعالجون هذا التحدي؟ سؤال جدا رائع واحدة من الأشياء اللي ممكن وجدناها تحدي صحيح قلتك تحديا الثالث كان تعلق بالجانب المشاريع فعلا الشؤون الصحية تواجه تحدي كبير في الجانب البشري صعوبة المنافسة الآن يعني من قبل مو بس في قطاعات أخرى حكومية أيضا حتى قطاعات المستشفى الأهلية وضع تحدي وضغط حالي جدا للشؤون الصحية كيف راح نحله؟ فيه تم تطوير العمل على استراتيجية رأس مال البشري للقطاع الصحي وكانت تركز على كيف نقدر نجذب ونخليش والصحية قادرة على يبقى واستقطاب الكفاءات وليس فقط التركيز على جانب المادي إنما نتكلم على كافة المنظومة المنظومة رائعة والمنظومة يعني كثير يرغب بالعمل عليها بوجود أيضا قطاع تعليمي وقطاع ذحفي هذا التكامل بينها يجعل موضع وتموضع وزاء الشؤون الصحية متميز كيف نقدر نستخدمها بشكل أمثل كيف نقدر نعزز بيئة العمل بشكل أمثل بالتالي تم الخروج باستراتيجية كاملة فيها توصيات إن شاء الله تعالى مع قرار خطة الوزارة وخطة التحول أن يكون عندنا نقدر ننطلق في كثير من المبادرات اللي ممكن تحجزوا من التحديات اللي تواجه الشؤون الصحية هذا يسأل على أن الحروب القادمة حروب مختلفة فيها حروب سيبرانية فيها حروب طائرات بدون طيار فكيف استعديته لهذا الجيل من الحروب أو الاشتباكات طبعا مثل ما شفنا يعني في السنوات الماضية كلها كأتاة تتغير طريقة عمل ممكن أو التهديدات طريقة عمل الأعداء مستعدين لها بإذن الله الاستعداد الأمثل ماهو دم لا يمكن تنبؤ بالليسير في عشر سنوات أو خمسطعش سنة أو عشر سنة فس هذا واقع اليوم نعرف واقع نتعامل معها وكذلك يتم العمل على تطوير القدرات خاصة بالتعامل مع التهديدات لكن الأهم من هذا كله أن تكون منظومة قادرة أنه عندها المرونة للاستجابة لأي تهديدات طارية وهذا يتم خلال أنه مثل ما تذكر نموذج التشغيلي بالأشياء هذه أنه يكون لدينا فعلا فعال وقادر أن يدور بالشكل الأمثل ليش؟ أنه ما نبغي أن نعمل ونوف نعمل الآن ثم نجي بعد خمسة عشر سنة عشر سنة نقول والله الآن لازم يسير عندنا رياكشن معين وردة فعلا معينة على التهديدات لا يجب أن تكون منظومة على مشتر حاسب وطني منظومة بشكل كامل تعمل على معرفة هذه التهديدات والاستجابة لها بسرعة وهذه أفضل طريقة وممكنة للعمل عليها أما التنبؤ غالبا صعب متما عملت تطبيق قدرات تصدلها أعداء كدف ويفكروا بشي جديد أسئلة كثيرة من زملائك في الحرس على موضوع نظام خدمة الأفراد نعم ما في أمل يتعدل نظام من عام 2012 وأنا أسمع نظامي بتعدل خدمت 32 سنة ولا زال نظام خدمة الأفراد على نفس وضعه ليش ما كان هذا النظام من ضمن الضمن اللي حدثتوها النظام ما هو صراحة يا تحرص الوطن أني أحدث النظام أي هذا عند مين النظام يعني صراحة من ممكن من يأتي من مجلس الوزراء كات بشكل عام كان نظام وبناء علىها تبدأ تخرج هذه اللوائح أتوقع أنه راح يكون فيه العمل على تحديث الأنظمة العسكرية بشكل كامل وإن شاء الله تعالى يعني هذا يساعد إن شاء الله حتى الأجهزة في تطوير لوائحها التنفيذية بما يتوافق إن شاء الله مع تطويرات النظام خلني أختم أبو حلو أقول لك لكل منظمة ثقافة أو كيلتر اللي هو يكون أشبه باتفاق غير مكتوب وغير منطوق لكنه تجده موجود في المكان أشبه 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 لاحظتها في ثقافة الحرس الوطني لما دخلت كشخص من خارج هذه المنظومة وسويت عملية المسح والتعرف على المنظومة وش أهم سمة لاحظتها في ثقافة الحرس الوطني أعتقد الاحترام والتوابع كان جدا رائع لاحظت كمنظومة بين الاثنين بين الاحترام والتواضع ما تجد فيها بين أعلى المناصب وأقل المناصب هذه المساحة الكبيرة والفراغ الكبير تجد فيه تقارب في المنظومة تقارب بين الناس تقارب بين المسؤولين بوجود هذا الاحترام هذا كان صراحة ملفت وتتوقع في القطاعات الأسكرية يكون الهيراكي ولكن فيه جفاف فيها لكن مع تجربة الله مع الحرس الوطني كان يعني بالعكس مبدأها الاحترام مبدأها التواضع مبدأها التقدير هذه كان بالنسبة لي يعني واحدة من الأشياء اللي لفتت انتباهي كتسمة الثانية اللي هنا ممكن تذكرتها مع زميلك يعني مسؤول الحرس يعشقون الوزارة يحبون الوزارة يحبون المنظومة بشكل كبير فكان اللويلتي والانتماء للمنظومة هذه كان جدا حالي نحن سعداء بقبولك الدعوة أبو حلا شرفتنا ونورتنا سعيد بالهادي الفرصة إن شاء الله كنا ضيف خفيف إن شاء الله لكم وكان فيه معلومات إن شاء الله تفيد الجميع بالتوفيق في رفع الجاهزية وبلوغ 100% محتوى محلي شكرا لكم شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج هذه الحلقة ياسر الغانم ونواف العنزان خلف الكاميرات وفي تسجيل الصوت عبد العزيز المزي وفي التحرير أنس الخليل وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع اشتركوا في القناة